آه الصوت تمام. تمام بسم الله الرحمن الرحيم. آآ. نعم. أستاذي حضلك دكتر محمد. الأسئلة هتبقى في آخر محاضرة ولا أثناء ما احنا مثلا بنشرح لو حد عنده استفسار يقدر يسأل. لا أستاذيك في الآخر. في الآخر علشان ما ما يحصلش بس تشدت يعني. آآ. تمام مش. تمام تمام بسم الله الرحمن الرحيم. هو اه الاكورسي في عمال النظارة مش وتبس علشان النظارة ولكن علشان ده اساس الريفركتر في جري. وكمان لأن النظارات بقت اكسبنسيف جداً فما بقى very difficult ان العيان ياخد مقاس فيه ايه؟ error يعني او فيه مشاكل فاحنا هنقول بعض الملحوظات عن عمال النظارات اول حاجة انا لما جي اعمل trial للعيان لازم اقعد العيان ابقى متأكد ان راسه تبقى straight مايبقاش مميل راسه ليه؟ لان العيان لما بيميل راسه هو بيميل الفريم معاه وطبعاً العين ليس بتميل مع راس العين بيحصلها تورشاً وبتعدل position بتاعها وبالتالي الاكسس بتاع الاستيجماتيزم اللي انا هاخده منه على الفريم ممكن او العيان هيختار ان هو يشوف بيه كويس ممكن ما يطلعش هو الاكسس المزبوط يعني مثلاً في الصورة دي الخط الأحمر ده هو على vertical على اكسس 90 بس قرأته على الفريم على اكسس بعد المية وخمسة بسبب التلت اللي موجود في راس العين طبعاً المشكلة دي مش موجودة في الفروبتور لان الفروبتور بتقدر توزنه بشكل ايه افضل منك دي اول حاجة الحاجة التانية ان انا قبل ما اعمل الترايل لازم احط العدسات اللي هعملها ترايل على اي بي دي مزبوطة ما احطش العدسات على اي بي دي اصلاً غلط تمام؟ لان انا لو ضبطت الاي بي دي غلط هيحصل لي حاجتين هيحصل لي بريزم افكت العدسة لما العيان مش باصص في السنتر بتاعها هتديني بريزم ومش كده وبس هتديني سيلندر والبريزم مش مشكلة في الترايل لكن انا هتديني سيلندر زيادة السيلندر دوت هيتضاف على الاستجماتيزم اللي هو بتاع العيان والاتنين يدوني نت ريزبت للعيان هيبقى سبجيكتف لي يختار اكسس غلط بباور غلط في الاستجماتيزم عشان نشوف موضوع البرزم ده مهم مثلاً ازاي انا لو عيان مينس عشر وعملت له اي بي دي غلط وان مليميتر بس وان مليميتر بس ده هيديله بريزم في النضارة وان بريزم دايوبتر يعني وان بريزم دايوبتر يعني الصورة على بعد متر من العيان هتبقى ديسبليزد وان سنتيمتر ودوت هيبقى ايه؟ هيدي العيان بعد كده ديسكمفرت كبير في النضارة ده سبب بسبب البرزم طيب الحاجة التانية اللي ممكن يعمل هالي موضوع البرزم ده ان انا هلاقي كتير من العيانين اللي هما الاكسس بتاعهم with the rule يعني العيان اللي عنده اكسس عشرة ومية وسبعين ومية وستين ومية وخمسة وستين هاجي انا في الترايل هلاقي العيان بي بريفير ان هو الاكسس مية وتمانين رغم ان ده مش الاكسس بتاعه ليه؟ لان الاكسس مية وتمانين ده هو الاكسس اللي مش هيحصل فيه افكت للاي بي دي ايرور يعني طول ما انا على اكسس مية وتمانين اتحركت يمين بالعدسة اتحركت شمال غيرت الاي بي دي زيادة او ناص مالوش افكت وبالتالي لو انا حطت الاي بي دي غلط العيان نفسه هيبقى علشان يتلافل بريزماتيك افكت ممكن يفضل اكسس الهوريزونتل رغم ان ده مش الاكسس بتاع النظارة طيب الحاجة التانية التلت التلت اي عدسة هتبقى تلتت بتعمل استجماتيزم في الاكسس بتاع التلت بتاعها ودوت بينطبق على النظارة وبينطبق على مثلا تلت اي 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 يضاف على الأستجماتيزم بتاع العين ويخليه يختار أكسس غلط. الصورة دي صورة متصورة بالكراتسكوب على نفس البيشنت. هو نفس البيشنت في السيم تايم بس هو بس حصل ديسنتريشن بسيط لبرة. هتلاحظوا الماييرز اللي موجودة في الصورة اللي على يمين والعين متسنتر الأكسس بتاعها. الفلات تقريبا على أكسس خمسة أربعين مثلا. مجرد ما عملت ديسنتريشن لبرة الأكسس اتقلب بيرتكال وبعدين اتحاوت بقى أبر تيمبرال فبقى أكسس تاني خالص بتاع الأستجماتيزم. يبقى انا لو مزابط الاي بي دي من الاول يبقى انا اعرف ان الاستجماتيك ريزلت بتاعتي هتبقى غلط. طب الاي بي دي بقسها ازاي احنا اغلبنا باخدها من الاوتوريف. طيب باخدها من الاوتوريف وازبطها في الفريم. يعني انا لما بستخدم فريم المفروض ان انا بحط الاول لما جاء عملت رايل اكوريت. احط الكروس دوت العدستين بتوع الكروس. وازبط الفريم على الاي بي دي مزبوطة على الناحيتين وارتفاعه بحيث ان البيوبل بتاع العيان يبقى في السنتر بتاع الكروس دوت. تمام. طيب. اه الحاجة التانية الاي بي دي المفروض ان انا اعمل ري ادجاستمنت للاي بي دي لو انا بعمل نظارة ارية. اه في نقطة بس اه اعايز اوضحها بالنسبة للموضوع ده هو موضوع الاي بي دي دوت. اه مش مهمة اوي في الحالات اللي هي الايرور البسيط. الحالات العادية اللي هي الروتين كيس بتاع مائنس اثنين ومائنس تلاتة والكلام ده. لكن اقل لما تعمل حالة هاي ايرور مائنس عالي اه او حالة فيها سيلندر استجماتيزم عالي لازم الكلام ده يتزبط اكشوالي بجد وإلا انت بتدخل العيان في مشاكل كبيرة لان كل ما الارور زاد كل ما تأثير دي سنتريشن زاد والبرزم افكت زاد والتيلت زاد وكل ده زاد. انما في الحالات العادية انت لو عندك برزم ثابت وعيان مائنس اثنين ومائنس تلاتة والكلام ده عادي. الكلام ده not important او. طيب. طيب. نظارة الاراية بقى نظارة الاراية. امتى انا اعمل adjustment للاي بي دي. لا انا ممكن اعمل adjustment للاي بي دي لو انا عايز اضيف في النظارة برزم بسيط صغير او. وده كما اللي هنلاقيه في حالات الconvergence insufficiency اللي هم حالتين. الold age في نظارة الاراية والyoung age اللي عنده latent estropia دول عندهم convergence insufficiency. الراجل الold age ده. الراجل الold age ده اللي هو بيلبس نظارة بلس. هعمله decentration ازاي هو عايز يقرأ بالنظارة فهعمله decentration to inside. ماشي. انما الماينس لينز بتاعة ال young age اللي عنده latent exotropia. هعمل لها decentration slightly outside. لبرا. عشان ادي له prismatic effect. يعني. يايد ان convergence. ازاي يعني زاي المنظر ده كده. دي عدسة ماينس. لما هعمل لها slight decentration لبرا. يعني هزود الاي بي دي ميلي او 2 ميلي مثلا. هيبقى قدام العين prism. ال base بتاعته n. وده هييد ان convergence. وهيبقى مريح للعيان اللي عنده tendancy towards exotropia. العكس بقى في ال reading glasses اللي هي اللي بتبقى convex lens. فانا المفروض ان انا اقلل الاي بي دي شوية حوالي 2-3 ميلي في ال reading glasses. تمام. طب افرد هو اساسا ال reading glasses دي بتاعته بالمينس. يبقى انا مغيرش الاي بي دي خالص. طيب. طب هل انا كده معنا كده ان انا العيان ان كل العيان هيبقى ليه اتنين اي بي دي. طب افرد هو نظارة واحدة. لو هو نظارة واحدة يقرأ ويكتب بيها زي كل ال young age اللي مش هيعمل نظارة قرية. يبقى انا لازم بعد ما اخلص test على الشارط البعيد اعمل test لل reading. خصوصا في العينين high error او high astigmatism. اتأكد ان هو شايف reading كويس. تمام. دي حاجة مهمة جدا ان انا i should test reading في single glasses في اليونج. ليه? لان هو الواقع دلوقتي ان اغلب الناس مسكة موبايلات وان ال near vision اهم من ال far vision دلوقتي. تمام. اه الحاجة التانية ان انت لما test reading. والعيان يبتدي يعمل شوية convergence. شوية accommodation. فالconvergence ده غير في الاي بي دي شوية. وغير في الاستيجماتيزم شوية. لو انت اساسا عندك error. والعيان ده مش مش نزبط الامور معاه. لما هيحصل more convergence. more intortion مع ال reading. العيان ده هيقولك انا متضايق يبقى انت تريشيك الموضوع. زي ايه يعني example مثلا في عيان high استيجماتيزم مثلا كنت عملت له trial. وشايف كويس. وجاب 6-6 اديتوا ال reading short اول ما بص فيه قال لي ده الحروف ميلة. فده عايز على طول ان انا اعمل ريشيك لل اكسس بتاع الاستيجماتيزم. لان انا كده ما كنتش حاطت اكسس مصبوط. فالعيان لما حصله more torsion للعين. ما العين مع الconvergence بيحصلها intortion في ال reading. فالاكسس بيعت خالص وبالتالي اتدى العيان يكمبلين من النظار. طيب اه ده سؤال كده عابر انا لو عين عندي myobe minus 2. المايوب minus 2 الافضل له ان هو يقرأ بالنظارة الماينس 2 بتاعته او بدون نظارة لان هو كده كده في الاراية شايف. او بالcontact lens. اه الاجابة للسؤال ده طبعا اولا المفروض انه لازم يقرأ بcorrection لان هو لو لو ارى بدون اي حاجة خالص اعتمادا على المايوبيا بتاعته. ده معناه ان هو ما بيعملش اي accommodation. وبالتالي مش هيعمل convergence. المفروض ان ال accommodation والconvergence بيحصلوا مع بعض. فالمفروض انه لازم هو بيرا يعمل accommodation. وبالتالي لازم يبقى corrected. طبعا هو الافضل contact lens ولا glasses. طبعا الجلاس بتاعته افضل لان الماينس جلاس زي ما قلنا فيها البرزم. البرزماتيك افكت اللي هي اسست في الconvergence. طيب. علشان برضو موضوع الاي بي دي error اللي هو بيعمل مشاكل كتيرة ده. انا العيان اللي هو vulnerable error ده. اللي هو العيان ال high myopia. او ال high error بالصفة عامة. او اللي فيه استجماتيزم عالي. انصحه انه يختار frame دي. مايروحش يجيب نظارة كبيرة واسعة. لان لما بيجيب نظارة كبيرة واسعة ده بيزود فرصة ان ال center بتاع العدسة ما يبقاش ال center. لان هو اللي بيقص العدسة نفسه خصوصا في العدسات الكبيرة لو قص العدسة دي center. هتلاقي ان ان الجزء جزء منها الطرف بتاعه بقى طخين وجزء الطرف بتاعه بقى رفاية. فهو مضطر ان يقص العدسة على الفريم. عشان يبقى سمكها داير ما يدور متساوي. وبالتالي لو الفريم كبير على العيان هيطلع ال optical center بتاع او المركز العدسة مش متضبط خالص. فهو من الاول يجيب فريم صغير علشان اللي بيقص العدسة ما يبقاش عنده قابلية لل error ده. طيب احنا كده قعدنا العيان وخلينا رأسه straight وزبطنا ال IPD هنبتدي نجرب له لسفير. اللي سفير طبعا بجيبها من ال auto ref بس انا ما بتبتديش من ال auto ref لازم ابتدي من ايه من من البلاس شوية او ان انا ابتدي من البلاس للمينس. لغاية ما اوصل ال highest بلاس او اللي ست ماينس اللي هتديني ان العيان يشوف ستة ستة. طيب. المين ارور عندي في السفير هو الاكموديشن لكن فيه اخطاء تانية غير الاكموديشن ممكن تخليلي السفير عندي غلط. اول خطأ هو مسافة الاوضة اللي بعمل عليها ترايل. دلوقتي بقى اغلبنا ما بيستخدمش مرايب. بيستخدم البروجيكتور. البروجيكتور داع على الحيطة المسافة الاوضة بتكون تلاتة متر. او قال. طيب. معنى كده ان انت لو جبت العيان للهيست بلاس او اللي ست ماينس اللي شايف بيه على بعد تلاتة متر يعني انت طلعت العيان ده البست فوكس بتاعته مايوب ماينس تلت. هو شايف على بعد تلاتة متر. هو شايف بيست فيجن على تلاتة متر هيشوفها وهو مايوب ماينس تلت دايوبتر. وبالتالي لو انت عامل طلعت العيان مايوب ماينس تلت دايوبتر. فهو في اليوجول مش هيشتكي من حاجة. مفيش مشكلة. بس هو هيشتكي امتى في حالتين. الحال الاوانية لو العيان ده سواء. فهو هو عايز يشوف فار فيجن. اغلب حياته فار فيجن. فهيجي لك يقولك انا مش شايف كويس بالنظار. رغم انه انت عامله ترايل وشايف ستة ستة. لان انت عامله ترايل على بعد تلاتة متر. الحالة التانية لو العيان ده هيبروب. وانت عامل ترايل كويسة قوي. وجبته فعلا على اعلى بلاص يستحمله. فانت لما تجيبه على اعلى بلاص وهو هيبروب. فهو انت انت مزود له ربع هيبروبيا اصلا. فهو مش هيستحملها. لان هو ما فيه الهايبروبيا مش هيستحمل الوفر كوريكشن. وبالتالي انت دلوقتي لو شغال على بروجيكتور اعمل حسابك ان انت بعد ما تخلص الترايل تزود ماينس ربع على الترايل اللي انت ايه وصلتله في النهاية. عشان تعمل كوريكشن للروم ديستانس. لو انت شغال على مراية وبتديب الستة متر فعلا يبقى انت بتطلعه ما يوم ماينس سوتسو ده نجليكتد يبقى انت ايه ما تضيفش ربع ولا حاجة. تمام يعني انا دلوقتي لو انا شغال على بروجيكتور العيان ماينس اربعة يبقى انا هكتب له ماينس اربعة وربح. اوكي. طيب. الحاجة التانية اللي تسبب لي ايرور هي الباك فيرتكس ديستانس. في الارورز العالية اللي هي خمسة فما فوق لازم اخلي بالي من النقطة دي. ازاي؟ انا اولا انا العدسات بتاع الترايل بتاعتي ما ما فيهاش البس كيرف بتاع عدسات النظارة. وبالتالي انا لو لبست العيان الفريم تايت وكان لابسه كويس. وحطيت العدسة في اول الخانة اللي هي قريبة قوي من عين العيان. العيان ده هديله اندر كوريكشن. يعني انا العيان ده هيشوف مثلا بست كوريكتد ماينس ستة. وهو ممكن يكون محتاج ماينس سبعة. تمام؟ او 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 في القيم الاعلى الارور هيزيد. يعني هو يختار ماينس تسعة ويجي يطلع بها بالنظارة مش شايف. لان هو عشان يشوف ماينس تسعة محتاج يلزق النظارة اللي عملها في عينه. زي ما انت كنت لازق الفريم في عينه. وطبعا لان هي بس كيرف او لان هو راح اختار فريم مواسع ومدلد العالمين اخيره فهو مش عارف يلزقها. فانت الحل ان انت في العيانين دول هو انا ما بقس الباك فيرست اكس ديستانس ولا ده براكتيكا لانك تقعد تقسها. ان انت بس تبقى عارف ان في العيان الهاي مايوبيا اللي هو الهاي ايرور ابعد النظارة عنه شوية خليله رينج. بحيث ان هو انت لو اديته زيادة هو يرجع النظارة الوراء او يطلعها لقدام. انما انت لو انت لزقت فيه الفريم هو مش هيرى في دخل نظارته لجوه يلزقها اكتر. تمام؟ يبقى انا دوقتي لو العيان ايرور عالي مينس ستة مينس سبعة لازم ما خليش الفريم طايت عليه وانا بعمله الترايل لازم ابعده شوية عنه بحيث ان هو لو نزل نظارته شوية يقدر يشوف. الفروبتر بقى ممكن يعمل فيك عكس الفيلم ده لان الفروبتر مش شابك في رأس العيان فالعيان ممكن يرجع الوراء ويخدعكو. لازم تبقى متأكد ان العيان لازق رأسه في الفروبتر. العيان لو رجع الوراء هتدي له انت مقاس زيادة عن المقاس اللي هو محتاج. طيب الحاجة التالتة النايت مايوبيا. النايت مايوبيا دي طبيق دي حاجة فيسيولوجيكال. كل الناس بيحصلها مايوبيك شافت بالليل. لكن ممكن الحالات دي بنقابلها وهتشوفها في شكل سيجنيفكنت ازاي. العين يجي لك يقول لك انا ما بشوفش بالليل. مش عارفة سوق العربية بالليل. عايز نظارة. وعمره ما لبس نظارة مثلا. وبيبقى غالبس انهم في الاربعينات للخمسينات. تيجي تاخد لأوتوريف تلاقيه مينس ربع. مينس نص. حاجة كده مش سيجنيفكنت. وممكن تلاقيه شايف ستة ستة او بيجيب الستة ستة بمينس ربع مينس نص. الفكرة هنا ايه? الفكرة ان ان انت ما تدلوش بقى النظارة مينس ربع مينس نص. لان انت عامله ترايل في النور. هو البيشانت جايش تكيه لكنه ما بيشوفش قوي بالليل. فانت الحالة دي الوحيدة اللي انت عايز تديله الهيست توليريتد مينس. مش بلص. يعني انت حطوله مينس ربع. شايف بيها ستة ستة حطوله مينس نص. اكسبتنج حطوله مينس خمسة وسبعين. اكسبتنج حطوله مينس واحد. هو عايز النظارة دي للسواء. بالليل. يبقى عايز ان انت تكوريكت الميوبيا بشكل كويس. اغلب البيشان دول. بيبقى سبب بداية الموضوع ده ان هو شخص ما كانش بيلبس نظارة. وابتدى عنده يجيله مثلا كورتيكالكاتركت او حاجة. فلما البيوبي بيوسع. بيحصل له سيجنيفكينت مايوبك شفت بالليل. ويجي عندك تيجي تعمله ترايل ما انتش لاقي حاجة سيجنيفكينت. فانت كل حكاية ان انت عايز تديله نظارة مينس شوية. الحالة التانية بقى اللي نايت مايوبيا هتبان فيها قوي. لو النايت مايوبيا دي كومبايند مع الآخر ايرورز. يعني ايه? يعني العيان انت عامله بالروم ديستانس. عامله اندر كوريكشن. طالع لك بالروم ديستانس مينس روبح. فهو اساسا انت او مينس تلت. او مينس روبح مينس تلت. يجي يسوق بالليل بقى مينس واحد وربع ولا واحد وتلت. والباك فيرتكس ديستانس غلط. فالتلات ايرورز بقى مبوضة على بعض. يجي لك العيان انت عامله ترايل بالمقاس وشايف بيه ستة ستة ويجي يقول لك نظارتك انا مش شايف بيها. العيان هنا اندر كوريكتل. تمام? يبقى التلاتة ايرورز دول ويشوت تيكير. العكس بقى اللي هو الاكوموديشن ايرور. اللي هو اللي انت هتديله مينس زيادة. اللي هو العيان اللي بيعمل الاكوموديشن. وده الكومون. طب مين هم العيانين بيعمل الاكوموديشن؟ كل اللي واليونج ايدش والعيان اللي لابس نظاره اصلا غلط من الاول عامل الاكوموديشن. الاكسسيب نيرورك دي حاجة سوري. الاكسسيب نيرورك دي ممكن تلاحظها في عيان. عمره ما لبس نظاره قبل كده. ولسه جايلك اول مرة يشتكي من ان عنده مش شايف كويس. وتيجي تاخد له اتريف. دايما هتلاقيه في مسافة الايراية. دكتور استاذنا خضرت التكلمس. يعني ايه يعني انا عامل الاكوموديشن بتاع الايراية. هتلاقيه مينس اتنين مينس اتنين ونص. وعمره ما لبس نظاره قبل كده. فده يشتك دكتور محمد. دكتور محمد. ايه انا سامع تفضل. نعم. ايه الشير سكين واقف عند حضرتك. طيب ثانية وا. تمام كده. تمامي دكتور اه اشغل كده كويس. تمام. اه الاكوموديشن سبازم برضو نخلي بالنا منه في بعض الدراجز. اللي هي باية كومن دلوقتي اللي هي ادوية الاكتئاب وادوية الصرع وادوية الابليبسي. كل الادوية النيولوجيكال دي بيبقى بتسبب اكوموديشن سباز. العيان الهاي استيجماتيزم. الهاي استيجماتيزم. الاستيجماتيزم is a source of persistent blurred image. وده الاستيميونس بتاع الاكوموديشن. وبالتالي اغلب عيانين الكراتو كونس بتبقى نظاراتهم over minus بزيادة لانه هو بيبقى عامل persistent accommodation لانه عنده persistent blurred image. طيب هنتعامل ازاي بقى في موضوع الاكوموديشن ده. اول حاجة لازم نعرفها ان الاكوموديشن reflex is a bilateral reflex. يعني الاستيميونس بتاعه بيجي من العينين الاثنين البلرد image بتاع العينين الاثنين. وبيبقى equally the effect بتاعه equal على العينين الاثنين. وبالتالي انا لما اعمل trial لكل عين لوحدها. او انا بقعد العينة على الاوتوريف بقيس لكل عين لوحدها. انا كده مش في وضع الاكوموديشن الاي دي. لان انا عايز العينين الاثنين يبقوا شايفين. والاثنين يبقوا الاستيميونس بتاع الاكوموديشن. والأفرنت يبقى جاي equally على العينين الاثنين مع بعض. طيب الكلام ده هقاوز ازاي بان انا لازم اعمل binocular trial. يعني بعد ما ابتديت من البلس للمينس. وصلت للهيست بلاس اوليست مينس في كل عين. وعملت trial لكل عين سفير و سلندر. ابتدي اعمل trial binocular للعينين الاثنين مع بعض. علشان ايه? علشان اوصل لنقطة الاكوموديشن يبقى balanced. يعني انا مثلا ممكن انا اعمل نظار العين النهارده minus four. والعين ده يجي لي بكرة واعمل لنفس العين ده minus 4 وربع. ويجي بعد بكرة اعمله ماينس اربعة ونص. اه على الاكوموديشن ده حاجة متغيرة. ممكن هو شغل الاكوموديشن شوية او رياحه شوية. طب في البلس بقى. لو العين الهايبروبك الرنج هيبقى اوسع. العين ممكن يشوف ستة ستة ببلس واحد وهو نفسه ببلس واحد ونص شايف ستة ستة ببلس اتنين شايف ستة ستة. فانا ازاي هزبط الاكوموديشن لعينين الاتنين يبقوا ببلنسد. انا عايز اوصل لبوينت ان انا العيان لو جالي النهاردة هتدي له نفس المقاس وبكرة هتدي له نفس المقاس وبعد بكرة هزبط الاكوموديشن ازاي بحيث ان هو يبقى ببلنسد في العينين. في طريقتين. علشان اعمل تستة البوث ايز والعينين مفتوحين يا اما ان انا اعمل فوجينج اف وان اي. يا اما اعمل تسوسيشن اف بوث ايز. يعني تسوسيشن للعينين يعني كل عين تبقى شايفة حاجة مختلفة عن التانية. الاساسي عندي هو الفوجينج. ده اللي الشوت بي في كل الحالات. ان انا لازم اعمل فوجينج بعد ما خلص الترايل بتاعتي. يعني ايه. يعني انا عملت العينة النظارة كل حطيت مقاس كل عين لوحدها سفير وسلندر. تمام انتهيت من العين اليمين لوحدها وانتهيت من العين الشمال لوحدها خلاص والعين شايف ستة ستة. هبتدي اعمله فوجينج لعين واحدة. عدسة بلاس واحد ونص او بلاس اتنين هحطها قدام العين اليمين. انا لما عملت فوجينج ببلاس واحد ونص معناها ان انا عملت ريلاكسنج لأي اكموديشن موجود في العين اليمين. وحولت العين اليمين دي لعين بقت مايوبك. فهو ما عادش شايف بعينه اليمين. ولكنه ستل شايف بعينه الشمال. هاجي بقى قصاد عينه الشمال دي. وهحط قصادها عدسة بلاس ربح. فانا عندي احتمال من اتنين. اللي الاحتمال الاول ان انا مقاسي اصلا مزبوط. وبالتالي هو معتمد في الفيجن على العين الشمال دلوقتي. فمجرد ما احط قدامها بلاس ربع العين هيقول لي لا زغللت. كده زغللت. تمام. طيب في احتمال تاني. ان انا عام العين دي عام الاكموديشن وانا المقاس بتاعي غلط. فانا لما حطيت بلاس واحد ونص قصاد العين اليمين. فالعين اليمين trying to relax. العين الشمال انا حطت فيها مقاس غلط. over minus. فهي accommodating. والعين كده بيبقى not balanced. الاكموديشن reflex equal. هو عايز يريلاكس عين ويأكموديت عين. فهو مش مرتاح. فاول ما هحط له بلاس ربع. هيحصل له برشة ريليف. وهيقول لي كده احسن. او اتليست هيقول لي ما فيش زغلالة حصلت. الربع ده ما عم فرقش معي. ما حصلش حاجة. يبقى لو ما حصلش حاجة. او improved. هزود كمان ربع. هخليها نص. وهزود كمان ربع. هخليها خمس. لغاية ما العين يقول لي زغللت ارجع. تمام. وبعدين اعيد الستيب دي بان انا ابدل بين العينين. ان العدسة. الفوجنجي ينزل الى البلاس واحد ونص قدام العين التانية. بقت هي معتمد في الفوجن على العين اليمين. هبتدي اضيف قدامها بلاس ربع. لو انا مقاسي مظبوط. يبقى اول ما هحط له البلاس ربع. هيقول لي زغللت. لو انا مقاسي في اكموديشن. اما هحط له البلاس ربع. هيحصل له برشة ريليف. وهيقول لي كده احسن. او هيقول لي زسيم. ما فيش حاجة زغللت. وهبتدي ازود لغاية ما اوصل لأعلى بلاس ربع او اعلى بلاس العين يقبله. يبقى هو دوة المقاس المظبوط بتاع العين. طيب اهمية ده ايه. ان انا لازم اوصل لنقطة. مع العين. وهو في الباينوكلر. هو باينوكلر. الاتنين مكشوفين. ان انا لو زودت ربع بلاس. يقول لي لأ زغللت. ولما احط له مينس ربع. هيقول لي مش احسن. او هيقول لي وارس. يبقى انا كده وصلت للايه. للاكورت سفير كومبوننت في العين ده. الحاجة التانية. ان ان الفوجنج ده هيشخص لي الاكوموديشان اسباز. بمعنى ايه. بمعنى ان في الطبيعي او العادي ان انا لما هعمل فوجنج. العين ده. الطبيعي ان ما يحصلش تغيير في المقاس اللي انا الصوات. ازود فوجنجو لابع يقول لي احسن. هتنايني لغاية امتا مفيش حاجة اسمعها كده. لو اهل العين كل ما ازود لربع يقول لي احسن. يبقى ان المفروض لعين ده يتوسع يتحط له توسيع. لى ان العيان ده فيه اكوموديشان اسباز مجمئ تباعد في بعض العيانين او اه ا 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 ا上面 او او ا ا ا ا ا ا ا انا باع عندهم اكوموديشنس مفضيع بعض البشنت انا بحط له من الاول الفوجينج لانزل عدسة بلاس واحد ونص هو يقول لي مفيش زغلالة حصلة فالعيان ده عنده اكوموديشن سبازم عالي قوي انا الفوجينج هنا مش هيبقى كفاية فلو انا لقيت الارور عمال يتغير عن اللي انا وصلت له يبقى العيان ده لازم لازم احط له توسيع خلاص يبقى لو العيان ده فعلا في اكوموديشن سبازم والارور عمال يزيد لازم اوسعه خصوصا لو انا المقاذ ده مثلا هاعتمد عليه في الريفراكتف سيرجري او خلافه هو اكشولي في الريفراكتف سيرجري المفروض نوسع كل العياني تمام بعد الترايل طبعا لازم نوسع كل العياني طيب فيه طريقة تانية تأكد لي موضوع البالانسينج بس دي يعني لو انت عايز تعمل فرزر كونفرميشن مش لازم تعمل في كل حالات اللي هي الريد جرين تاست الورس فور دوت تاست ده هنا مش بعمله عشان اشخص بينوكولر بيجن او سكوينت او كلام ده لا انا بشوف العينين فوكست على نفس المسافة ولا لا انا لو فيه طو ايز نوت بلانسد نوت بلانسد يعني ايه يعني فيه عين مايوبك اكتر من عين فيه عين هيبروبك اكتر من عين لما هلبسه الريد جرين جلاصز وهوريله الدواير دي هلاقي ان هو انا هسأله على حاجة واحدة الدايرة اللي تحت اللي هي البيضة هتلاقيه شايفها باللون واحد هتلاقيه شايفها يا حامرة يا خضرة على حسب العين اللي فوكست عليها وده ملوش دعوة خالص بموضوع الاسكوينت ولا موضوع البيينوكولر بيجن لا ده مرتبط بان انت العينين دول نوت بلانسد فهو هيشوفها باللون اللي هو بتاع اللي اللي مدي الفوكس على المسافة بتاعتها طيب الميوبيا شود بي فولي كوريكشن يعني انا ما ينفعشي قدي للعيان اندر كوريكشن في الميوبيا يعني اطلع العيان مايوب وهو ده اللي احنا قلناه في الارورز بتاعت النان اكموديشن ايرور اللي هي الباك فيرتكس ديستانس او المسافة القوضة او الكلام ده معنى ان انت ما تصلحش الميوبيا ان انت طلع العيان مش شايف بالنضارة وبالتالي انت لازم توصل للمقاس الصحيح اللي يديله فوريكشن للميوبيا الكلام ده بقى لا ينطبق نهائيا على الهايبروبيا يعني الهايبروب انت ممكن تقعد تعمل فوجينج بالطريقة اللي احنا قلناها تلاقي البلاس عمال يعلى معاك ما هو عنده اكموديشن عايش عليه من زمان وانت عمال تفكه بالفوجينج فتلاقي العيان مثلا كان لابس جايلك بنضارته بلاس واحد في العينين وهو مش زعلان منها جاي جدد النضارة عادي وتلاقيك انت بالفوجينج وصلته بلاس اربعة شايف ستة ستة بلاس اربعة طيب هل ده معناه ان انت تعمله نضارة بلاس اربعة هيجيلك مش شايف بيها انت قعدت تعمله فوجينج تريلاكس الاكموديشن بس ده مش الطبيعي بتاعه في الهايبروب انت مطلوب منك ان العينين يبقوا بالانسد يعني درجة الاكموديشن متساوية ولكن مش انك تلغي الاكموديشن لان الاكموديشن بتاع العيان ده حاجة هو عايش بيها من زمان فانت لازم تشوف الماضي بتاعه ماينفعش عيان مثلا تكون اول نضارة له لسه مثلا هايبروبية قليلة وابتدى يحصل له دي كومانسيشن مثلا عن سن الاربعين وتكون اول نضارة وبتدله بلاس اتنين او بلاس تلاتة وهو مبارح كان بيشوف من جر نضارة اصلا وبالتالي انا لازم في الهايبروبية اعمل بالانسينج للعينين اه ولكن لازم ارجع للباكراوند بتاع العيان هو اساسا ماشي باكموديشن ايه لان انا لو حاولت اعمله ريلاكسيشن مرة واحدة العيان ده مش هيأكسبت وهيجيني مدايق جدا من النضارة فيه اكسبشن واحد لان انا مصلحش الميوبيا كلها هو فيلتشيلدرن فيلتشيلدرن اساسا مش التارجت ان الطفل يشوف ستة ستة شار لان الطفل الفيلد بتاعه صغير والفيلد بتاعه نير فيجن اغلبه الحاجة التانية ان اغلب الاطفال انا بعتمد على السيكل و ريفراكشن مش اقدر اعملهم ترايل كويس وبالتالي انا ممكن ما اصلحهمش اديلوا الفول سايكلو فول سايكلو في حالات انا بكلم في الميوبيا يعني حالات الميوبيا انا هدف النضارة و دي نقطة مهمة ان هدف النضارة في الاطفال من زي كبار انا هدفي في النضارة في الطفل ان انا امنع الامبيليوجينيك ريفراكتيب ايرور وان انا اعالج الاعراض السيمتومز اللي هو جاي بيها مش هدفي ان انا اوصله البرفكت فيجن ولا ستة ستة ولا الكلام ده خالف طيب هنكمل السيلندر احنا كده اتكلمنا على الاسفير يعني اضارة الاسفير ابتدينا قعدنا العين ستريت شكد على الاي بي دي ابتديت من الاوتوريف من الهيست بلاس ليست ماينس لكل عين لوحدها وبعدين عملت بالانسينج للعينين مع بعض ولو مايوبيا عملت لها فول كوريكشن ولو هاي بروبيا لازم ارجع للباك جراوند بتاع العين ما اقدرش اعتمد اعمل فول كوريكشن لحالها هاي بروبيا بعد كده بقى جزء الاستجماتيزم السيلندر الاولا السيلندر ده مصدره عادة هو القرانية الانتيرور كورنيا الحاجات التانية الباك اوف دا كورنيا واللينز والريتنا الاستجماتيزم بتبقى مينيمال يعني الاستجماتيزم ده مصدره المفروض انه هو في اغلب العينين استوبوغرافيك استجماتيزم مصدره هو القرانية طيب انا بجيبه منين وانا بعمل نظارة احنا بناخد الاستجماتيزم الاوتوريف وهو ده معيار تقييم اي اوتوريف انه هو بيديني الاكسس والسيلندر مصبوط بس الاوتوريف برضو قابل لاخطاء يعني قابل انه هو مايطلعشي الاستجماتيزم 100% صح لانه بيتأثر بحاجات كتير زي الاكوموديشن احنا قلنا الاكوموديشن ممكن يغير السيلندر ممكن يغير السيلندر واكيد كلنا باللاحظ ان فيه عيانين بعد ما نوسعهم المقاس البوست سايكلو وبلاقي السيلندر تغير على البري سايكلو لان الانتيكولر ايلمنت تغير وبالتالي الاستيت اوف اكوموديشن بتاع العيانة على الاوتوريف ممكن تغير السيلندر اي دراي اي اي فنت كاتركت اي نيبيولا اي بي سي او اي اوبريتد اي العيان قاعد قدام الاوتوريف مش متصنطر ممي الراسه وعمل تلت كل ده ممكن يأثر على قرية الاوتوريف مش كده وبس وضع الاي ليد كمان في أثناء القرية ممكن يأثر على الاوتوريف يعني لو العيان زرر عينه هيدي السيلندر اعلى لو العيان مبرق عينه ورافع الليد جامد ده ممكن يقلل السيلندر على العيان طيب أنا كمان فعيانين الكراتو كونس عيانين الكراتو كونس الأوتو ريف ليس له أي رول الأوتو ريف ملوش أي علاقة بالموضوع أصلا ماشي طيب المفروض بقى أن أنا خدت الأوتو ريف كجيد لكن أنا هاعتمد على الترايل هاعتمد على العيان طيب أنا هجيب الأكسس إزاي أنا باعتمد على العيان المفروض أن أنا مسانطاره كويس وعايز أجيب الأكسس بتاع أكونفيرم يعني المفروض أن في الحالة العادية الأوتو ريف مصبوط لكن أنا حالة مثلاً فيها مشكلة، فيها نيبيولة، فيها فينت كاتاركت، فيها كراتو كونس، فورم فراست، فأنا لازم أعتمد أجيب الأكسس بشكل سبجيكتب، أعتمد على العين، هجيبه الزايب إن أنا بعمل روتاشن للنوب والعين يختار البيست بوزيشن، بس دوت طبعاً لازم راس العين تبقى ستريت ولازم الإي بي دي تبقى مظبوطة، ولازم أشيك ثلاث نقاط، يعني ما جيبش نقطة واحدة لأنه العين عادةً أول مصورة تبتدي تتحسن هيقول لك هو ده، بس ممكن ده ما يكونش الأكيروت الصح، أنا لازم لما يقول لي تحسنت بكمل، وأقول لي أول أبتدي بعمل روتاشن بالراحة وبوط، وأقول لي أول ما تزغلل، وحدد الأكسس اللي حصل العين قال ابتدت تزغل هنا، وبعدين أمشي بالعكس، وأقول لي أول ما تزغل تاني، وأحدد الأكسس اللي زغلت عليه يبقى البست أكسس، هيبقى الميدوي ما بينه، أروح جايب عليه وأقول له ده الأفضل، هيقول لي ده الأفضل، يعني ما قفش على أكسس العين اختاره خلاص، لأنه هيديني إيرور مثلاً ممكن عشر أو خمستاشر درجة، ماشي، العين أكسبتينج، ماشي، لكن أنا عشان أجيب الأكسس صح، بالروتيشن يبقى أنا المفروض أحد الثلاث نقط، النقطة عين شافية كويس؟ تكون ميدوي ما بين نقطتين العين زغل فيهم، يبقى ده الأكسس بتاع الأستجماتيزم، طب الباور بتاع الأستجماتيزم طبعاً بناخدها من الأوترف، بس لازم أعمل ريفاينمنت، أتأكد الباور دي صح بأن أنا أبتدي أغير السلندر بس من غير ما أغير السفير، بمعنى إيه؟ إن أنا لازم أكيب السفير كالإكويفلنت، وإلا أنا بقى كده بغير المقاس على العين، بقى تستنج السفير، أنا عايزة تست سلندر بس، يعني مثلاً العين بدي بالأوترف مينس واحد مينس ثلاثة سلندر، أنا عايزة تأكد أن ده البست بتاع العين، يبقى أنا هعمل ترايل، مثلاً هخليها واحد وربع، اثنين ونص، يبقى أنا قللت نص في السلندر، وزودت ربع في السفير، أو العكس بحيث أن أنا أوصل للبست سلندر، طبعاً حكاية تغيير العدستين ده بيبقى رزل شوية في الفريم، لأن أنت بتشيل عدستين وتحط عدستين، بيبقى أسهل كتير في الفروبتور، وهي دي الميزة الوحيدة تقريباً في الفروبتور، إن أنت تقدر تغير بسرعة السلندر من غير ما تأثر على السفيريكال إكويفلنت، تمام؟ إنما ممكن تعمل كده عادي في الفريم، ولكن إيه؟ بتضطر أن أنت بقى بتزبط العدستين في إيدك وتشيل عدستين وتحط عدستين في نفس اللحظة، طيب. دي بقى نقطة مهمة جداً إن أنت وإنت بنعمل بينوكولار ترايل، لازم تعمل ريفاينمينت للسلندر تاني، ليه بقى؟ زي ما قلنا، قلنا في البينوكولار ستيت، الأكوموديشن تغير، وممكن كمان التورشن يكون تغير، أنا بكلم على هنا مش على الحالة الصغيرة بتاع ماينس واحد وماينس اتنين، أنا بكلم على الحالات السلندر العالي، لو أنت بتعمل الحالة السلندر فيها أربعة مثلاً، أو حالة كيراتو كونس، وإنت العيان ده غالبة ما بيرتحش في نظارة، فلازم تاخد معاه واحد، فأنا في البينوكولار ترايل، لازم أعمل ريفاينشيك للأكسس والباور بتاع السلندر، طب هعمل ريفاينشيك إزاي؟ في العين النون فوجد، أنا دلوقتي عملت فوجنج مثلاً للعين اليمين، وهي العين اليمين فوجد، هبتدي أعمل روتيشن للنوب تاني في العين الشمال، عشان أكونفيرم البست بوزيشن، ونفس الكلام العكس، طب الباور، لازم أعمل ريفاينشيك للباور بنفس الطريقة اللي قلنا عليها في العين النون فوجد، طب هل وارد أنها تتغير في البينوكولار ستيت؟ آه وارد جداً أنها تتغير، ليه بقى؟ أول حاجة، هو أغلب العينين ما بيحبوش يعمل فول كورريكشن للسلندر بتاعه اللي هما في السلندر العالي، بتلاقيه بيأكسبت للسلندر، ليه؟ هو بيأكسبت للسلندر أولاً الميريديان السلندر العالي ده غالباً بيكون في ميريديان الأمبليوبيا، فهو مش مهتم بيه، الحاجة التانية أنه وجود سلندر عالي في النظار، بيخلي فيه ماجنيفيكيشن ديسباريتي ما بين الميريديان والتاني، مع أنت كل ما الميريديان اللي فيه باور أعلى الماجنيفيكيشن فيه مختلف عن التاني، فبيعمل شوية ديستورشن للصور، فأنت مثلاً ممكن تلاقي العين طلالك على الأوتورف سلندر أربعة ونص، وتلاقيه بينبسط أكتر ويقولك ده أحسن على تلاتة ونص مثلاً، ليه؟ لأن الماجنيفيكيشن ديسباريتي والديستورشن بتاع الصورة مع السلندر بقى أحسن لما قللت الفرق ما بين الميريديان، لما تيجي تعمل باينوكلار ترايل ممكن يقل أكتر، يقل أكتر ليه؟ خصوصاً لو السلندر مش متساوي ما بين العينين، فالعين ده ممكن ليجي بقى في الباينوكلار استيتي بقى عنده ميريديان الأنيزومتروبيا، يعني الماجنيفيكيشن في ميريديان في عين غير العين التانية، وبالتالي هو عايز يعمل فيوجن أحسن، فليديله الفيوجن أحسن أنه يجي على السلندر العالي يفضل أنك تقلله أكتر، ولذلك لازم يبقى كونفيرم ده السلندر كباور وأكسس في الباينوكلار استيتيت، النقطة دي برضو ترجعنا للريفراكتف سيرجري، إن الكلام ده كله مرتبط بالنضارة، يعني مرتبط بإيه؟ بالماجنيفيكيشن بتاع النضارة، وبالأنيزومتروبيا بتاع النضارة، لكن ملوش علاقة بإيه؟ بالريفراكتف سيرجري، اللي هي مش نضارة، وبالتالي أنا مثلاً عيان المايوبيا العادي، عيان مثلاً مايوب مينس ثلاثة، عملت له نضارة مينس ثلاثة، وبعدين هو ماشي قال لي لا أنا رجعت في كلامي عايزة أعمل ليزك، عايزة أعمل بي أر كي، هدخله على البي أر كي بنفس المينس ثلاثة، إنما عيان السلندر العالي لا، عيان السلندر العالي، أنا المفروض أنه لما أعمله الريفراكتف سيرجري، أصلح كل الأستيجماتيزم اللي موجود في العين، سواء إن أنا قستو بقى بالأوتو ريف مقارنة بالتوبو جرافت، مقارنة بالويف فرانت، هصلح السلندر اللي في العين عشان ما يبقى ليش ريزيديول، إنما أنا في النضارة لا، أنا في النضارة أنا في حاجات تانية بتحكمني، اللي هي الماجنيفيكيشن، والمريدين الأنيزومتروبيا، وإن هو العيان يبقى مرتاح، فهو دايماً العيان في النضارة هيحتاج، هيفضل السلندر الأقل عن السلندر الكتير، طيب، في قواعد عامة نحطها في دماغنا في السلندر، أول حاجة إن أنت استخدم مينس سلندر أزا روتين، طيب، هو فيه فرقة أصلاً بين المينس سلندر والبلس سلندر، يعني واقعياً، أنا لو ديت لعيان نضارة، المقاس بتاعها بلس واحد، مينس واحد سلندر على أكسس تسعين، هل دي إيكوال إن أنا أدي له نضارة زيرو، بلس واحد على أكسس مية وتمانين، ما هما بالترانسبوزيشن نفس القيمة، هل ده زي ده؟ هو سيوريتيكالي لا هم مختلفين، بس براكتيكالي أنا معرفش، هل متاح أساساً عند بتوع النظارات، إن العدسات بتجي لهم ستوكات بالمقاسات المختلفة، هل متاح عندهم مقاسات بلاس سلندر ولا لا؟ المعتاد هو المينس سلندر، طب المينس سلندر مستو إيه؟ مستو إن هو السلندر لما يبقى بالمينس، معناها العدسة، الأستجماتيزم بيتخرط على الباك بتاع العدسة، اللي هو الجزء اللي في المينس بتاع البس كيرف، اللي هو الأقرب للعين، وبالتالي لما السلندر يبقى أقرب من العين، تأثيره على المجنفيكيشن، المجنفيكيشن ديسباريتي هيبقى قل، وبالتالي العين هيبقى مرتاح، طبعاً إنت لو بتشغل على فوروبتور، الفوروبتور كل السلندر فيه مينس، فأنت ما عندك الشيء اللي هو أن تختار بلاس سلندر أصلاً، تمام؟ يبقى إحنا كده كده هنتعامل بالمعنى السلندر، تاني حاجة أن لازم تبقى عارف أن الأستجماتيزم زي ما قلنا من أسباب البرزيستنت بليرد ايمدج، ومن أسباب الأكوموديشن سبازم في العين ده لو شكينا فيه المفروض يتوسع، آه زي ما قلنا إن إنت لو العين ريجولر أستجماتيزم ومش كراتو كونس بس عنده سلندر عالي قوي، ودي رير إن إحنا بنشوف بس موجودة حالات بنشوف حالات مينس سلندر ستة وسلندر سبعة في الغالب العين ده مش هيأكسبت ده في النظارة، ليه؟ لأن هو السلندر لما عالي قلنا هيدي أين إيكوال ماجنيفكيشن ما بين التوميريدين زي وزي الأنيزومتروبيا في العين الواحدة، وبالتالي العين مش هيبقى مرتاح فعادة في النظارة ما تعديش السلندر عن الخمسة، خمسة كتير كمان، تمام؟ حتى لو عين كراتو كونس هو أربعة ونص خمسة وده كتير أكتر من كده العين مش هيرتاح في النظارة، يبقى العين ده يعمل أرجي بي أو يعمل سيرجيكال سليوشن بقى تاني، طيب، برضو زي ما قلنا في نظارات القرية عادة العين بيختار سلندر أقل، لو أنت العين هاي سلندر وهتجرب له نظارة قرية، يعني هيعمل نظارتين واحدة ماشية واحدة قرية، اعمل ريترايل للسلندر في نظارة القرية، هتلاقي العين بيأكسبت سلندر أقل وبيفضلوا، ليه؟ لأن زي ما قلنا الريدنج إزا سترس تست، العين لابس النظارة بيروح داخل في كونفيرجنز وداخل في تورشن، وبالتالي ده بيأثر على الإي بي دي، وأثر على الأكسس، وأثر على كل حاجة، فهو السلندر بقى صور سوف لخبطة هنا، فالعين مش عايز السلندر، فالعين ممكن في الغالب بيأكسبت سلندر أقل فيه إيه؟ حالات نظارات القرية، طيب، كمان ممكن أكونفيرم الأكسس والباور بتاع السلندر بالكروس سلندر، بس أنا بعمل الكروس سلندر فأني خطوة في الخطوة بتاع الفوجين، في الباينوكلار ترايل، يعني أخلي عين فوجد، وأجي أعمل الكروس سلندر على العين التانية، وأنا بصراحة، إن ماي بيرسونال براكتز، أنا ما بحبش الكروس سلندر، وحس العينين ما بيفهمهوش، وعلى ما بلفل بتاع العين بيكون نسي، وأنا براكتز كالي ما بيستخدموش خالص، بس هو طبعاً في نسبة تستخدمو، وبالنسبة لها مفيد جداً، فهو دي بيرسونال إكسي بيريوز، طيب، أنا شايف إن إحنا نكتفي كده النهاردة، هو فاضل جزء بسيط، ممكن نخليه المرة جاية إن شاء الله، ولا رأي حضراتكو إيه؟ خلاص، تمام، ماشي، بدل الجزء بسيط نخليه المرة جاية إن شاء الله، تمام، ماشي، طيب، لا، لو في أي أسئلة، أنا ما؟ بس في سؤال بتاع الحتة بتاعت، لما يكون مثلاً حد فيجين بتاعه استيلو فيجين، تلعها في ستة ستة، بس جاي بيقولي لأنا مثلاً، مش بشوف أثناء السواق بالليل، يعني هل في الحالة دي، أقوم مثلاً، لما تدلم الأودة، وأعمل له أريق أساس الفيجين، ولا أجرب له على طول الإضاءة العادية ديت، أبدأ بقى مينس ربع، زي ما حدثت، قلت مينس ربع، مينس نص، لحد لا يشوف أكثر حاجة، ومستحملها، أدهاله، بصة هلاك، عادةً، العينين دول بيكون فيهم بدايات كورتكال كاترك، وبيكون فيهم مايوبيا بسيطة، نون سيجنيفكنت، يعني مش هيطلع زيرو، غالباً هتلاقي مينس ربع، مينس نص، بحيث أنه لما بيجي بالليل، بيبقوا مينس واحد، مينس واحد ربع، مينس واحد ده، معناه أن الفار بوينت بتاعته متر، وبالتالي هو أكيد في السواقه مش شايف، تمام؟ فبالتالي أنا العين ده، لما بيكون دي شكوته، وهو طول عمره ملبس ندارة، وهو إيرور بسيط، وييجي بالليل يقولك مش شايف السواقه، وباكل المطبط، فبديله الهايست ماينس، اللي العين يتولريت قدامي، وبقوله دي ندارة السواقه، هل في عينين، ممكن يلبس ندارتين، يعني ألبسه ندارة بالنهار، وندارة بالليل، الكلام ده موجود في الكتاب سيوريتيكالي، بس أنا ما قابلتش عيان كده بصراحة، اللي هو يحتاج ندارتين، طيب وأنا بعمل فوقينج، خلاص مثلا حطت العين اليمين، برس واحد نص، وبدأت أحط في الشمال اللي هو ربع نص وهكذا، مثلا حطيت في الشمال نص، حطيت الأول ربع، قال لي لا ده مش أحسن ده، قصد مش أوحش ده أحسن، بعدين حطت للنص، قال لي برضو ده أحسن، بعد كده تلات ربع اللي لا ده أوحش، كده بقى، لو هو مائنس، لو سفير بتاعه مائنس، أهم زود بقى مائنس نص على الماس اللي كنت أضعه؟ هل تتكلم عن نايت فيجون أيضا؟ لا لا، فوقينج تمام، لا، عليك هتزود بقى على اللي كنت أضعه مائنس نص، يعني لو فرضا مثلا، مثلا، إحنا عملنا النظارة، دلوقتي، العينين مائنس أربعة، تمام؟ بعدين عملت فوقينج اليمين، وابتديت أحط ربع، بلاس ربع، وصود الشمال، قال لي أوكي، خلتها بلاس نص، قال لي أوكي، يبقى المائنس بتاعي، كده هيبقى مائنس تلاتة ونص، تمام؟ ويبقى المائنس تلاتة ونص دي هي الليست مائنس، أو الهيست بلاس، اللي أنا وصلت لها مع العين ده، يعني، بجمع جامعة جابري عادي، آه، طبعا، أنا أبقى نفهم من العين اليمين، اليمين دي خلاص، هتبقى مزغللة، والشمال هنبدأ ايه؟ نجرب فيها، يعني، نتركز مع الشمال، آآ، لا، أنا بقول لعين ساعتها، بقول له حضرتك دلوقتي، لازم تفتح عينيك الاثنين، إحنا هنصبط العينين مع بعض، خلي عينيك الاثنين مفتوحين، أنا أحط عدسة، هتعمل زغلالة شوية، جاوب على اتجاه العلامة، حتى لو شايفها مزغللة، تمام؟ بحيث أعكد علي إنه ما يقفلش عين، وما تقارن، يعني في عين أول ما تعمله كده، يبتدي يقارن، يقول لك أنا شايف بيديو، ما شايف دي، أنا بقول له بص بعينيك الاثنين، إحنا بنصبط العينين مع بعض، وهحط له كعدسة تعمل زغلالة شوية، جاوب على العلامة اتجاهها، حتى لو مزغللة، وابتدي، غالبا، ما بحطه الفوجينج لينز، بقى على شوية عن الستة ستة، يعني بعمله تستة على ستة تسعة أو ستة تنشر، ماشي، شايف العلامة دي، آ تمام، مزغلالة شوية، آ تمام، هحط عدسة، وقول لي الزغلالة زادت، ولا تحسنت أكتر، وابتدي أحط له بلاس ربع، لو قال لي الزغلالة زادت، يبقى خلاص، يبقى أنا كده مقاسي مظبوط، أشيله، لو قال لي تحسنت، يبقى أنا، كان عامل أكوموديشان اسبازم، وابتدي أقول له، هحط عدسة كمان، وقول لي هيتحسن أكتر، ولا لا، وخليها نصف، وتنيني معا، لغاية ما يقول لي، إنها ابتدت تزغل، أول ما يقول لي زغلت، أرجع الربع بقى الورد، تمام، وأرجع أعمل كده، في عينة تانية، لابس الخطوات دي تانية، وابدت تدع، الزبط كده، آه تمام، تمام، لا، جميل، يقدر يتفضل يعني، طيب كده غالباً، مش حد عنده أسئلة تانية، تمام، شكراً جداً للوقت، قد نطول محمد، صراحة حاجة، محاضرة ممتعة جداً، يعني الفوجنج ده وقت، أنا كنت عطول بعمله غلط، صراحة يعني، كنت عطول مثلاً، بحط، في العين يمينه الشمال مع بعض، يعني وأفضل أنزل، أنزل لحد ما يبدأ يقول، يبدأت أشوف، فلا، محاضرة، يعني، زي ما يقولوا كده، محاضرة دسمة، وفاهمها على الوقت، محتاجة الواحد يشوفها أكثر مرة، عشان هي يقدر يحللها يعني، ويستوعبها كويس، أيش، تمام، شكراً جزيلاً، كده ظهر؟ آه، تمام كده، طيب، تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو، يعني أنا هارجع على السلايد دي، دي كانت المرة اللي فاتت، السلايد دي كنا بنتكلم فيها في الـ confirmation of sphere، يعني أنا دلوقتي عايز أعمل check أو أعمل refining للسفير اللي هو طالع معايا في النظارة، لأن أنا بعمل trial للعينين باينوكلر، لأن الأكموديشن بيختلف لما أكون بعمل تيستنج منوأوكلر أو باينوكلر، فيه تيست ما قلناهوش المرة اللي فاتت، بس هو مهم، اللي هو الـ دي كروم تيست، دي كروم تيست ده يعني valid تيست ومهم جدا، سبيشيلي في الحالات السهلة والسريعة، يعني ده confirmatory تيست سريع، بمعنى إن عيان مثلاً low error, low mayopia، مقاس نظارة واضح، الأوتوريف واضح، هو نظارته ماشية مع الكلام، يعني المقاس ما فيهوش كلام كتير، مش مستهل إن أنا عود أعمله fogging، ونقص ربع، وزود ربع، والكلام ده كله هو just diochrome تيست، إن العيان بيشوف bitter فيه الناحية، الـ red عن الناحية green، خلاص ده confirmatory، إن هو كده المقاس ده accurate وده بيكون enough. بس عيب الـ diochrome تيست إيه؟ إن الـ diochrome تيست برضو بيتعمل mono-ocular، وبالتالي في الحالات اللي فيها high error، أو high astigmatism، أو expected إن فيها accommodation spasm، أو كراتو كونس، أو الكلام ده مش هيبقى كفاية لوحده، ولكن لازم أعمل طريقة تانية أختبر العنين مع بعض، زي ما قلنا بالfogging، أو بالdissociation، إن أنا بديسوسيت العنين بحيث إن كل عين تشوف حاجة مختلفة عن التاني، تمام؟ طيب، هنيجي بقى لمكان موقفنا المرة اللي فاتت، اللي هو عند الكراتو كونس، تمام كده ده مكان موقفنا المرة اللي فاتت، مشكلة الكراتو كونس إيه؟ إن عين كراتو كونس ده، أولاً ده مهم إن أنا أعمله refraction صح، لأن ده يتوقف عليه decision، وهنا لو مش عارف أعمله نظارة ومش جايب البستو كوريكتد، هتطر أخد فيه decision لعملية مثلاً كيراتو بلاستي أو عملية أو RGB أو كده، فهو لازم يعني النظارة مهمة بالنسبة له كدسيجن، الحاجة الثانية إن الأوتوريف كأنه مش موجود، الحاجة الثالثة إنه الـ High Error والـ High Astigmatism ده بـ Resistant Blared Image، فده Stimulus Accommodation، كلهم عندهم Accommodation Space، طيب، أنا عايز دلوقتي أبتدي الترايل بتاعتي الحالة كراتو كونس، عايز عرية أوتوريف، الأوتوريف مالوش لازمة، فأنا عايز سفير وسلندر وأكسس، هجيبهم منين؟ هبص في البنتكان بتاع العيان، واشوف الأستجماتيزم اللي موجود فيه وشكل الكون، لو لقينا المنظر اللي أنا شايفه ده اللي هو الأستجماتيزم هنا مثلاً في الحالة دي 0.3 يعني تقريباً مفيش أستجماتيزم، وشكل الكون واضح في الصورة إنه هو Central Cone بالضبط الNable Cone، يبقى أنا أول ما بص في الحالة دي أعرف الحالة دي حالة High Myopia، تقريباً غالباً مش هيطلع فيها سلندر خالص، وبالتالي أنا الترايل بتاعتي هتبقى سهلة جداً، إن أنا هبتدي من High Step Plus للList Minus، واشوف البست سفير اللي هوصله مع العيان ده كام، ممكن بعد كده أضيف سلندر في أي اتجاه واشوف هيحسن أو لا، بس العيان ده هيطلع سفير، والعيان اللي هو Central Cone ده بس في الغالب ممكن يرتاح بSoft Contact Lens، هيطلع High Myopia مثلاً –8 أو –10، وSoft Contact Lens العادية المايوبيا، لأنه ما فيهوش أستجماتيزم، هتبقى sufficient بالنسبة لي، طيب، النوع الثاني بقى من العيانين وده المور كومان أكتر، إن أنا هلاقي سلندر عالي، الكون مش Central، الكون على جنب، وبالتالي فيه أستجماتيزم عالي، وبالتالي أنا ماينفعش أبتدي هنا بالسفير، لأنهو أساساً العيان ده ممكن يكون السفير كالاكويفلانت بتاعه 0، وهو مشكلته كلها هي الأستجماتيزم، طيب، هبتدي بإيه برضو؟ هبتدي الترايل بتاعتي بإيه؟ هحط سلندر كام، هنحط سلندر المفروض اللي طالع في التوبوغرافي، اللي طالع في البنتكام، بس within limits، يعني أنت كده كده النظارة بتاعتك ما تتخطاش الخمسة دايوبتر، وغالباً هتبقى أقلم اللي هتوصله بالنظارة هيبقى أقلم اللي طالع في البنتكام، يعني لو هو خمسة مثلاً ممكن أبتدي أنا بأربعة، طيب، هحطها على أكسس إيه؟ الأكسس بتاع الأوتوريف غلط، والأكسس بتاع البنتكام برضو غلط، مفيش أكسس من دول 100% accurate، الأكوريت أكسس هو الأكسس اللي هيختاره العيان، بس أنا ممكن أصجزت من البنتكام أن أنا أبتدي أبجيكتفلي، أحط الأكسس على فين؟ هحطه على اتجاه الفلات كالر، الفلات كالر هنا في الصورة دي هو اللون الأخضر، التوبوغرافي اللي هو اللي عليه السهم ده، الفلات كالر هو اللون الأخضر، وبالتالي أنا لو استنت الإيريا الخضرة دي، هشوف الإيريا الخضرة ممتدة من أول فين لفين، النص بتاعها تلاقي تقريباً أكسس 60 دي، وعشان نسهل أكتر، أغلب الحالات بيبقى تكون lower temporal، وبيبقى الأكسس بتاع الأستيجماتيزم بتاعته upper nasal، يعني العين اليمين تقريباً بيبقى الأكسس بتاعها 80، 70، كلام من ده، والعين الشمال بتبقى 100، 110، ده في أغلب الحالات نادراً ما بيبقى العكس، تمام؟ طيب، هحط السيلندر ده، طب هحط سفير كام، ما ينفعش أبتدي بـ لأن أنا لو ابتديت بـ يبقى أنا دخلت العين في أكوموديشن اسبازم مش هيفوك معايا، لازم أبتدي بـ يعني أنا لو حطت له السيلندر خمسة، يبقى أنا أبتدي بـ كأن أنا ما حطتش حاجة، حطت له السيلندر بس، تقريباً زيرو، أو ناحية البلاس حاجة بسيطة، وبعدين أعمل ريفاين مثل السيلندر ده، وأبتدي أنزل بقى بالسفير سنة بسنة، تمام؟ أنا هنا مثلاً أهو، إزاي بجيب الأكسس من البنتكام، بأن أنا بشوف الفلات كالر، الفلات كالر اللي هو اللون الأخضر، وبواسطاً عليه خط، يبقى ده غالباً هو الأكسس بتاع الأستيجماتيزب، وعشان من وجعش دماغنا زي ما قلنا، إن أغلب الحالات بيكون اتجاه الأكسس أبر نيزل، ماشي، بالنسبة بسيطة لو تكون دايريكت داون، هتلاقي الأكسس تسعين، ماشي، يبقى أنا هبتدي بالأكسس داوت، اللي هو مثلاً، وليكن سيلندر مينس أربعة، على الأكسس دا مية وتلاتين، يبقى أنا أحط السفير، بحيث أن أنا ما أعملش أكوموديش، أنا هبتدي بسفير بلاس تو، بحيث أن أنا بادي معاه بسفيركال إكويفلنت زيرو، وبعد كده، أبتدي أعمل ريفاينمنت، ريفاينمنت زي ما قلنا، للسفير والسيلندر طبعاً، بريفاين السيلندر بالأكسس اللي بيختاره العيان، وريفاين السيلندر باور برضو، وريفاين السفير، وبعدين أعمل ترايل باينوكولور تاني، أعمل مور ريفاينمنت بالباينوكولور ترايل، السرعة دي بس عشان أبريك، قد إيه، إن الأكسس بتاعك، ما تقدرش يتعتمد حتى على البنتكام، يعني هنا في البنتكام مثلاً، طالع إن الفلات أكسس 174، وده مش منطق خالص، كراتو كونس إن الأكسس يبقوا الزرول، وطبعاً طلع بالترايل، الترايل الأكسس مختلف قيمة تانية خالص، زي ما قلنا الرايت آي بيطلع قبل التسعين، والليفت آي بعد التسعين، ده اليوجول، وطبعاً الأوتو ريف لو بصينا على الأوتو ريف على إيدك اليمين، هتلاقي الأوتو ريف قيم تانية خالص بأكسس تانية خالص، ملوش علاقة بالموضوع أصلاً، والحالة دي بالأوتو ريف ده، بالبنت كام ده إذا ميلد كراتو كونس، وبيتصلح لـ 2020 بالمقاس ده، وبالتالي أنا لو ابتدت بالأوتو ريف، والعيان عمل نظارة ومارتحشي، وعمل نظارة ومارتحشي، وبعدين ناخد فيه ديسيجن لحلقات ومش حلقات، وهو كان بيكوريكتد باي جلاسز أساساً بمقاس صغير جداً، طيب، أنا ممكن أستبدل البنتكام بحاجة تانية، اه، لو أنا عندي الكراتوسكوب العادي، سواء اللي هو الهاند هيلد أو مع الستيت لمب، الكراتوسكوب ده ممكن يجيب لي اتجاه الأكسس، لأن احنا زي ما قلنا، الأكسس بتاعي هو الأكسس بتاعي الأنتيرور كورنيا، هو ده الصورس أف أستيجماتيزم هو الأنتيرور كورنيا في أغلب الحالات الريرلي لمتاعي الأنتيرور أستيجماتيزم، وبالتالي أنا ممكن أجيب الأكسس عن طريق الايه؟ عن طريق الكراتوسكوب، دي صورة مثلا أو إزاي إحنا بنستخدم الكراتوسكوب توفايند الأكسس، هنلاقي إيه؟ المايرز هنا، الستيب أكسس اللي هو الداية، والفلات أكسس اللي هو الواسع، فهتلاقي الأكسس هنا اتجاهه فين؟ أبار نيزل، الأكسس الفلات أكسس اللي هو أكسس النظارة أبار نيزل، دي حالة كراتوسكونا سوفيا سيلندر وصل لمثلا تقريبا عشرة سيلندر أو حاجة، والأكسس بتاعها متاجه في الأبار نيزل ريجلور أستيجماتيزم، طيب، فيه ناس تانية بتفايند الأكسس، لو أنت معهوش كراتوسكوب معهوش، بنت كان بيدور على الأكسس عن طريق الاستينوبك سلت، بأنه هو يحط ويخل عياني يلفه لغاية ما يوصل البست فيجن، بس يعني هي الطريقة دي يعني أنا مش شايف إنها كويسة يعني، يعني هي مشروحة طبعا في فيديوهات الدكتور ميزن سنجاب، أنه هو بيعتمد على الاستينوبك سلت وفايند الأكسس، بس يعني مش براكتيكال قوي يعني، يعني أنا بالتجربتي معها مش تمام قوي، أنت كده كده الأكسس سهل توصله بالترايل مع العيان هو اللي بيلت في الأكسس، وغالبا تبقى حاطت في دماغك الأكسس هتجيبه من البنتكام أو من الكراتوسكوب، أو أنه هو هيكون أبار نيزل جنب التسعين في الاتجاهي الاتنين، أوكي؟ طيب، حد عنده أي سؤال فكراته كنص قبل منق النقطة تانية؟ أه دكتور محمد معيش، يعني الأكسس خلاص، هنخلل يعني أبار نيزل ونعمل رفاين مع العيان هو اللي حديد الأكسس، الباور بقى هجيبها من البنتكام، الباور بتاعت سلاند، الباور هجيبها من البنتكام، يعني هي عمرها مختبئة أكثر من الباور بتاع البنتكام، يعني ده مثلا الباور طالع في البنتكام سلاندر ثلاثة، غالبا بتطلع أقل منها، بس مش هزيد عنها، يعني أنت ممكن تبتدي من اللي طالع في البنتكام أو أقل منه شوية، وتعمل رفاينت بقى مع العيان، تعلي وتوطي لغاية ما هو يختار البست، تمام، والسفير بقى يعني الكود الحالقة تبدأ بسفير مثلا بلاس أربعة أو بلاس ثلاثة؟ تبدأ بالسفير اللي يخليك بادئ من سفيرك الأكويفلنت زيرو تقريبا، يعني أنت حطيت سلندر ماينس ثلاثة، يبقى بتدي بسفير بلاس واحد ونص، تمام، تمام، بحيث ما تبتديش من ناحية الماينس، أيها، تمام، 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 ماشي، طيب، ننقل على حاجة تانية، الأنيزومتروبيا، هي الأنيزومتروبيا مشكلتها معانا إيه في النظارة؟ الأنيزومتروبيا مشكلتها معانا في النظارة إن إحنا بنشوف نظارات كتير، نلاقي المقاس مثلا في عين مينس سبعة، تمانية، تسع عشرة، ولقي لابس النظارة أقل من كده بقيمة كبيرة، علشان إيه ما ينفعش الفرق ما بين العينين يبقى كذا، فلازم أناقص له المقاس، وطبعا العين دي ما بتبقاش شايفة كويس، والطفل بيدخل في مور أمبيليوبيا، لأن العين دي مش كوريكتد، طيب، الأنيزومتروبيا دي مش مشكلتها النظارة، هي الأنيزومتروبيا ده مشكلة إن العينين فيهم different focus من الأول، من قبل النظارة، وبالتالي العينين مش عارفين يعملوا fusion، فالعين هيحل مشكلته قبل ما يجيلك أساسا، هيحل مشكلته إزاي؟ بإن هو يا إما هيدخل في أمبيليوبيا، والعين الضعيفة هيركينها خالص، وده غالبا لما تكون ناحية الهايبروبيا، يا إما هيدخل في alternate vision، وده غالبا بيحصل مع الحالات الميوب، إن هو بيشغل عين للبعيد وعين للقريب، مشاكل النظارة دي بقى لما نجي نعمل النظارة، فإنت المفروض إن أنا الأول لما يجي العين بأنيزومتروبيا، أسأل نفسي هو في أي مرحلة، هو ماشي إزاي، هل العين ده دخل في أمبيليوبيا، ولا هو ماشي بـ alternate vision، ولا هو بيقدر يعمل fusion، رغم وجود الأنيزومتروبيا دي، يعني مثلا ناخد مثال، حالة زي دي مثلا، حالة زي دي ما بيعين مثلا مور بلاس، وما بيتحسنش، فالعين دي أمبيليوبك، خلاص، يبقى الحل إيه؟ أول حاجة إن أنا أعالج الأمبيليوبيا، وشوف هل الأمبيليوبيا دي بتتحسن، الأمبيليوبيا، الريفراكتف أمبيليوبيا، سبيشيلي في الميوب، يعني الهاي بروب مش بتحسن قوي، بس الريفراكتف أمبيليوبيا في الهاي ميوبيا، في الأطفال، احتمالية التحسن فيها عالية جدا، لو هو التزم بـ full day cover، وبالتالي أنت بتجيب العين، بتعمله ريفراكشن لكل عين لوحدها، وتقيس الـ best corrected vision، وتخليها من full day cover لمدة أسبوع، يغطي العين النورمال أسبوع كامل، ما بيكشفهاش غير ساعة واحدة قبل ما ينام، علشان هي كمان ما تدخلش في أمبيليوبيا، تمام؟، ويجيلك بعد الأسبوع ده تقيس نظر تاني، لو لقيت فيه improvement في الـ best corrected vision، يبقى تكرر كمان أسبوع لغاية ما توصل، لأنه خلاص ده وصلت للمكسيمم، ما بيتحسنش عن كده، ساعتها بقى مدام وصل لأمبيليوبيا، وانت حسنت الأمبيليوبيا، خلاص لأن الضرة ما تنفعش، هو دخل في أمبيليوبيا خلاص، هي الأنيزومتروبيا والأنيزو كونيا دي تتعارض مع أنه يعمل fusion، يبقى أنت لازم تعمله refractive correction، على حسب الحالة بقى contact lens BRK ICL، طب طفل صغير وما ينفعلوش أي حاجة من الحاجات دي، والكوست وأي حاجة مش هتنفع، يبقى هيلبس glasses مع alternate cover، يعني يشوف بدي شوية ويشوف دي شوية، علشان كنوع من أنت بريفينت الأمبيليوبيا، لكن هو كده كده مش هيدخل في binocular vision، هو مش هيعمل fusion، ده هيكون الحل الأخير، لكن في الحالات كلها، أنا بعمل full correction، يعني أنا في النهاية بعمل full correction، سواء refractive، أو هعمله برضو بنظارة ويعمل alternate vision، لغاية ما ينفعله أي حل تاني، طيب، الاحتمال الثاني بقى أن العيان ده يكون دخل في alternate vision أصلاً، هو حل مشكلته بالalternate vision، يعني، وده غالباً بيحصل مع الميوبيا، إن هو بيشوف بعين للبعيد، وعين للقريب، وهو ما عندوش مشكلة، ولذلك العين القريب دي بتتحسن برضو، يعني I saw a patient عين 6-6، وعين minus 14، وصدنت من minus 14 دي بيتحسن بيها الـ 6-9، ولا كأن حقاً حصلت، هو بيشوف بعين للقريب، مشغلها بيشوف بيها، بيقرب بيها الحاجات، وبيشوفها، والعين التانية للبعيد، فالعيان ده، هو actually ما عندوش مشكلة، لأنه هو زبط أموره، عين للبعيد، وعين للقريب، طب، أنا هلبسه نظارة، وهعمله الترايل، وهطله النظارة، وهكشف عينيه لتنين، في عندي احتمال من اتنين، الاحتمال الأول، اللي هو اللي مكتوب في الكتاب، إن العيان ده هيدخل في ديبلوبيا، بسبب إن فيه أنايزومتروبيا، وأنايزو كونيا، ومش هيعرف يعمل فيوجن، فهيشوف الصورة اتنين، العيان لو دخل في الحكاية دي، خلاص، يبقى ما ينفعلوش نظارة، ولازم أعمله contact lens أو PRK أو ICL أو خلافه، لأن النظارة ما تنفعش، وده المثال اللي في الكتاب، بس ده مش common، مش common ليه؟ لأنه معنى إن هو دخل في ديبلوبيا، إن العينين الاتنين active، وبيعمل binocular vision، والاتنين متساويين، وده غالبا مش هيحصل في طفل فيه فرق كبير بين العينين، يعني محلش مشكلته، ده غالبا بيحصل إمتى؟ لما يكون درجة الانيزوميتروبيا دي ما كانتش كبيرة، في الأول يعني كان فيه فرق بسيط في إن العينين، وبعدين حصل له progression في عين سبق العين التاني، يعني هو كان الديبلوبمنت بتاعه كويس، وعمل development binocular vision، وكان بيشوف binocular لي، وبعدين عين حصلها progression مايوبيا أسرع من التانية، فدخل في الانيزوميتروبيا، لكن هو أصلا عنده binocular vision، فالعيان ده هو الكلاسيك اللي موجود في الكتاب اللي هيدخل في ديبلوبيا ده مش common، بس لو لقيناه خلاص، ما ينفعلوش نظارة ولازم يتعامل حل تاني، طب الاحتمال التاني بقى، وده المور كومان، ان انت لما هتلبسه النظارة وتكشف العينين الاثنين، هيقول لك أنا شايف صورة كويسة خالص ما فيش ديبلوبيا، طيب هو مش شايف ديبلوبيا ليه؟ عندي احتمال من اثنين، الاحتمال الاول ان هو بيعمل سابريشن، فهو بيشوف بالعين الاقوى والعين التانية بيالترنيت يعني، بيسبريس دي شوية ويسبريس دي شوية فمش هيشوف ديبلوبيا، الاحتمال التاني ان هو عامل فيوجن، رغم الفرق دوت ورغم الأنيزو كونيا، هو بيقدر يعمل فيوجن، وبيشوف binocular vision، وده كومان إمتى في الأطفال اللي هما لبسوا نظارة من صغرهم، حتى مع الفرق، وتعود عن نظارة من صغره، وقادر يعمل فيوجن، وزي أوبتيكالي في حالات الريفركتيب أنيزو متروبيا، طيب هفرق ازاي؟ هحطه على الورس فور دوت تيست، هحط العدسة الحمراء ناحية اليمين، والعدسة الخضراء ناحية الشمال، وأجيبه الورس فور دوت تيست، وأشوفه، لو شاف اللي أربع نقط، يبقى ده عامل فيوجن، يبقى ده أصلا ما عندوش مشكلة، هيلبس النظارة على فرقها، وهو عامل فيوجن، والدنيا تمام كده، بس هنعمل بعض البريكوشن في النظارة، هنقولها في الاستيب الجاي، طب الاحتمال الأكتر بقى، إنه هو مش هيشوف اللي أربع نوع، هيشوف نقطتين، هيشوف تلاتة على حسب العين الشغالة، هو بيعمل سابريشن، بس ألتورنيت سابريشن، فما دخلش في أمبيليوبيا، هو بيصابريش دي شوية، ويصابريش دي شوية، هو ما دخلش في أمبيليوبيا، بس هو didn't develop binocular vision، فبيشوف بعين واحدة، طيب، هنا بقى العيان ده لازم نسأل سؤال، هل العيان ده، هل ممكن ي develop binocular vision، ولا مش ممكن، لأن لو أنا أقدر أديره binocular vision، يبقى أنا هعمله refractive surgery هيستفيد منها، إن أنا أضفت له binocular vision، طب، لو هو مش هي develop binocular vision في أي حال من الأحوال، أنا ممكن ألبسه نظارة عادي، ويتميه alternate، لأنه هو refractive surgery هنا مش هتفيد حاجة، هو كده كده بي alternate، وما دخلش في أمبيليوبيا، طيب، هعرف إزاي بقى إذا كان هو ممكن يدخل في binocular vision، ولا لأ، إن أنا ألبسه contact lens، أجيب contact lens على المقاس بتاعه، وألبسه contact lens، وأعمل الورث four dots تاني، وهو بالcontact lens مش بالنظارة، لأن الcontact lens هتحلل لمشكلة الأنايزو كونية، فلو بالcontact lens اتحسن، وشاف الفور دوتس، يعني ده عمل binocular vision، يبقى العيان ده هيستفيد لما عمله refractive surgery، إن أنا هضف له حاجة، هو كده كده ما دخلش في أمبيليوبيا، وبي alternate، بس أنا هضف له إنه يعمل fusion، هيدخل في binocular vision بإن أنا أصلحه بقى بcontact lens BRK ICL أي حاجة من الحاجة ده، طب افد الcontact lens ما أضفتش حاجة، ما أضفتش حاجة يبقى هتلبسه نظارة عادي، وهيتاني alternate، بس أنت بقى ساعتها لما بتلبسه نظارة، بتعمل حسابك إن في عين للفار وعين للنير، العين الـ dominant اللي هي بتشوف كويس خليها للفار، والعين التانية let it slightly myopic، يعني ما تصلحش كل الميوبيا اللي فيها علشان إيه تسيبها للنير، هو كده كده ما عندوش binocular vision وهيتاني alternate، فخلص خليه ارتلونيت زي ما هو. ديبلوبيا افتر لازك في حالات الـ anisometropia، ودي مهمة ليه؟ مهمة إن انت ما تجيبش عيان anisometropia، وتروح عامله لازك مرة واحدة، يقوم داخل في ديبلوبيا لأنه ما عندوش didn't develop by nuclear vision، فبقى الصورتين الاثنين focus وهو مش عارف يلحمهم، هو كان الأول كل صورة بعيدة عن التانية، فاللي هيجنبك الحكاية دي هي contact lens. إن انت لو عملت العين ده contact lens trial، والعين شاف خمس نقاط، يعني إيه شاف خمس نقاط؟ يعني العينين الاثنين يشتغلوا equal-E, بس هو ما عملش fusion، ما عملش binocular vision، بقى asif simultaneous perception بس، ما عملش fusion، يعني يبقى العين ده هيتضر بالليزك، مش هيستفيد. طيب، ايه بمز اللي أنا بمزل لنا كده 0-6، والعين بيعمل fusion، فرضا يعني بس هو صعب قوي كده يعني مثلا، شفناها fusion أربعة خمسة، لكن لو فرضا هتعمل نظرة زي كده، بتعمل بعض البريكوشنز، إيه البريكوشنز دي؟ أول حاجة إن انت عشان تقالل الـ ممكن تقالل العين شوية، يعني الستة دي، لو هو يقبل خمسة ونص، خمسة، من نص الواحد دايوبتر، مش هتعمل extensive blurring الإمج، يعني مش لازم أجيبه sharp full correction، عشان أقرب المأسين، الحاجة التانية عشان أساعد الفيوجن، إن أنا بقلل الـ ودي هنصح العيان إنه لازم يجيب فريم تايت وصغير، علشان العدسة تبقى قريبة من عينه، فأاخد تأثير زي الـ إن أنا كل ما ببعد، كل ما بيقلل، بيزود المجنيفكيشن ديفدانس، ثالث حاجة بقى إن المجنيفكيشن، تأثير العدسة المجنيفكيشن، يتوقف على سمكها، وبالتالي أنا أريكمند، إن أنا أطخن العدسة الرفيعة، ورفع العدسة الطخينة، يعني إيه، يعني العدسة الماينس ستة دي، أطلب من إن هي تيجي عدسة High Refractive Index وتكون إزاز، الـ Refractive Index العالي موجود في الإزاز مش في البلاستيك، اللي هي العدسات الإكسبانس في الغالية، اللي الـ Refractive Index بتاعها فيه واحد وسبعة واحد وتمانية، بينما العدسة المأسها قليل، أطلب الأقل كواليتي من البلاستيك، لأن البلاستيك أطخن، والـ Refractive Index بتاعه أقل، وبالتالي كل ما زاد سمك العدسة، كل ما كان تأثيرها على المجنفكيشن أكتر، والتانية الطخينة، أحاول أرفعها، فأقل تأثيرها على المجنفكيشن، وبالتالي ده يساعد معاه في الفيوجن شوية، كيف تأثيرها على المجنفكيشن؟ لأنه كده كده ما عندوش باينوكولر بيوجن، وماشي بعين للبعيد، وعين للأوراية، دي قلنا اللي هي مواصفات النظارة، لو أنا هعمل نظارة فيها فرق كبير بين العينين، يبقى أنا بحاول أقرب العينين شوية في رينج نص الواحد ديوبتر، بحيث أن أنا ما أعملش بليرنج للبيجن، ما منزلش 3-4 ديوبتر، يبقى أنا ما عملتش حاجة، يبقى العين دي هتدخل في أمبيليوبيا برضا، أقلل Back Vertex Distance بأن أنا صغل فريم، وأغير الـ Quality بتاع العدسات، بحيث أن أنا أستخدم عدسة High Quality في العدسة الأضخم، وعدسة أضخم في المقاس الصغير، طيب، دي أحد مشاكل الأنيزومتروبيا هي الأنيزوفوريا، الأنيزوفوريا يعني إيه؟ يعني إن العيان لما يجي بص التحت، لما يجي يقرأ بقى بالنظارة، هو ما بيبصش في السنتر، فهيدي له بريزماتيك إفكت زي ما قلنا، هو بيقرأ من تحت، فهيحصل بريزماتيك إفكت، ولأن العدسين مختلفين عن بعض، فهيحصل له Vertical Deployment. الHorizontal Deployment ما فيهاش مشكلة بيقدر يعملها Fusion، إنما لما يجي يقرأ ويحصل Vertical Deployment، قدرة الفيوجن أقل، فهيحصل له يشوف الكلام اتنين فوق بعض، طبعاً دي حل لها أن إنت إيه؟ التعود العيان إن هو يحرك راسه ما يحركش عينه بحيث إن هو يبقى بص من مركز العدسة، أو يعني لو هو الموضوع سفير قوي يعني، بس يعني مش، كلام درير يعني، إن أنت تخليه ينزل ال Optical Center بتاع العدسة البتاح شوية، علشان العيان يبص مني، طبعاً الميريديون الأنيزومتروبيا ما ننساهاش في أي حالة أستجماتيزم، خصوصاً حالات الكتيراتوخلونس الأستجماتيزم العالي، لازم ناخد بالنا موضوع الميريديون الأنيزومتروبيا، وإحنا قلنا في المرة اللي فاتت برضو إن غالباً عيان السيلندر، بتلاقيه في النظارة طالع أقل من السيلندر اللي على الأوتوريف، بيبريفير أقل، خصوصاً لو العينين مختلفين، هتلاقي في العين الأعلى بيبريفير إنك تنزله السيلندر، ويقولك كده أحسن، لما تيجي تعمل باينوكلار ترايل، عين مثلاً فيها سيلندر واحد وعين فيها سيلندر ثلاثة، هتلاقيه غالباً بيفضل إن التلاتة دي تنزلها الاثنين ونص واثنين، ليه؟ لأنه زي ما قلنا الميريديون الهي سيلندر هو أصلاً في ميريديون الأمبيليوبيا، فهو مش فارق قوي مع العين، وفي نفس الوقت، الديستورشن تعل مجنفيكيشن ديفرنس، اللي ما بين العين دي والعين دي هيقلله قدرة الفيوجن، فهو هيفضل سيلندر أقل في النظارة، ولكن الكلام ده بينطبق على النظارة بس، يعني لو هاجي عمله ريفراجتف سيرجري، هصلح الفولد سيلندر، مش هصلح مقاس النظارة. موضوع الكاتر ده مش مهم عوي، طيب، آخر حاجة عندنا اللي هو نظارة القرية، إمتى أحط نير قاد في النظارة؟ بحط نير قاد في النظارة في حالتين، إمتى أعمل مقاس قرية في حالتين، فأنا بحط له مقاس علشان أمنع هذا الأكوموديشن. نظارة القرية من أكتر الحاجات العامة بيرتحش فيها، أو يعني بيشتكوا منها بسبب أن إنت نعمل نظارة، يكون المقاس بتاعها مش مناسب لطبيعة شغل العيان، فهي نظارة القرية محتاجة أنك تعرف هيستخدمها في إيه؟ أو السبب الثاني أن إنت تلبس نظارة القرية لعيان ما عندوش بريس بايوبيا، ولكن هو هاي بروب، يعني عيان في سن الأربعين أو الواحد وأربعين، أو من أربعين لخمسة وأربعين اللي هو قوي الأربعينات، وجاي لك العيان ده وهو بيقول لك أنا عايز أعمل نظارة قرية، هو طلبه نظارة قرية، طيب هتحطه على الأوتوريف لقيته بلاس واحد بلاس واحد ونص حاجة زي كده، طب مش عايز نظارة ماشي، لا مش عاوز، أنا عمري ما لبست نظارة لماشي ولا محتاج ألبسها وأنا بشوف ستة ستة كده، العيان ده لو عملت له ترايل، بمقاس الأوتوريف لقيته بلاس واحد واحد ونص هتلاقي بيشوف ستة ستة، بالترايل، طيب، ساعتها بقى إيه؟ المستيك هنا إيه بقى أنت تروح هتطلو الواحد والواحد ونص، تعمله بيترايل، هيشوف ستة ستة، وصوصا بقى لو عملت الفوجنج وجبت الهايست بلاس والكلام ده، خلاص هيجيب المقاس كله، وشاب بيه ستة ستة، حل؟ تقول له ده الفار فيشن، هيقولك مش عايز، خلاص ماشي، هنعمل نظارة الاراية، تروح هتطلو فوقيه، واحد ونص أو اثنين، this is a mistake، ليه بقى؟ أولا عين ده مش هيلبس نظارة الماشي، وهيفاجئ أنه هو أن انت لبسته نظارة بلاس ثلاثة أو بلاس ثلاثة ونص، كده دي نوفو بداية الاراية، فعمره ما هيتاح، يعني واحد مبارح كان بيقرأ بأنه هو بدون نظارة بأنه يبعد الكتاب شوية، النهاردة انت لبسته نظارة بلاس ثلاثة، العيان ده في الحقيقة هو مش بريس بايوب، هو أصلا عنده هايبروبيا، فيها الأيبروبيا وبيصلحها بالأكموديشن بتاعه، لكن الأكموديشن بتاعه قويته قالت، فمعدش عارف يصلحها في القرأة، فالحل إن أنت تعاليج الهايبروبيا، أنت هتلبسه مقاس الفار، وبعدين تدي له الورقة وتقوله بص فيها، هيقولك شايف، فهتلبسه نظارة الفار دي وهتقوله هي دي نظارة القرأة، هيلبسها في القرأة وهيشوف بيها، وبعد شوية، هيرجع لك كمان كم سنة يقول لك نظارة الإراية بتوريني في المشي بس ومعايتش بشوف بيها في الإراية ساعتها تعملوا نظارة إراية. خلاص. يبقى احنا ما نستعجلش ونعمل نظارة إراية في عيانين يونج إيتش خصوصا هايبروبيك لأنه عنده أكموديشن باور كويسة أنا مجرد بساعده بساعده بالجزء اللي فاضل اللي هو مش قادر يكمله. وهي الفكرة اللي قلناها برضو في الهايبروبيا المرة اللي فاتت أن أنا لازم أبتدي مطرح في الهايبروبيا مطرح ما العيان واقف. في الهايبروبيا ما بعملوش فول كوريكشن. العيان ده مبارح ما كانش لابس نظارة يبقى أبتدي ببلس واحد واحد ونص. ما أبتديش من ثلاثة. تمام؟ طبعا لازم أجرب نظارة الإراية في النير وفي الفار. يعني في عيانين بيجوا يتخنقوا لبس النظارة ويقولك أصلا بشوف بيها الإراية ولما بارفع عيني عشان أكلم الناس موظف مثلا عشان أكلم الناس ما بشوفهمش. انت عملتين لنظارة لازم أبص في الورقة ألبسها أبص للناس أقلعها. فانت لازم توريله الفار فيجن بيها علشان ما يجيش يقولك انت النظارة ما بشوفش هيه بعيد. يبقى عارف إنها هتزغلله. تمام؟ عايزها للإنترميديد فيجن نعمل هاله للإنترميديد فيجن بس يعرف إن الإراية هتبعد شوية. طبعا دي أحد عيوب الفروبتور إن انت ما بتعملش الريال ترايل للريدنج لأن انت صعب قوي إنك تتني الفروبتور بدرجة كبيرة بحيث العين ياخد وضع الإراية طبيعية بتاعه. الحاجة الثانية دي مهمة بقى إنه هو موضوع إن أنا أحط نظارة الإراية مقاس الإراية على حسب السن أو بالتقريب ده ده كلام مش أكيرت. المفروض إن أنا بلبسه الفار ترايل وابتدي أقيس الأكوموديشن باور بتاعته. أقيس الأكوموديشن باور إزاي بإن أنا بجيب ورقة الإراية وأقربها منه بالتدريج لغاية ما يقولي ابتدت تزغل. تمام؟ واشوف هو زغل على مسافة قد إيه ويبقى ده الأكوموديشن باور بتاعته. يعني مثلا لو هو زغل على بعد تلاتين سنطي على تلاتين سنطي وقالك ابتدت تزغل يبقى العين ده عنده أكوموديشن باور تلاتة بلاس تلاتة. لو على عشرين سنطي يبقى عنده خمسة. المفروض إن أنا تلت الأكوموديشن يبقى ريلاكست. يعني اللي عنده تلاتة ده المفروض هيلبس نظارة واحد ونص مثلا. بحيث إن هو يقدر يشوف على بعد تلاتين سنطي وعنده واحد ونص ريلاكست. اللي قدر يشوف الورقة بدون أي زغلالة على بعد عشرين سنطي يعني عنده أكوموديشن باور خمسة. ده مش محتاج نظارة إليه ده. هو وصل عشرين سنطي هو لو بعدها شوية هيشوف كويس. طيب بحدد الأكوموديشن أمبليتيود زي ما قلنا بالبوش أور بول مثل. يعني إيه بوش أور بول؟ بوش يعني أنا بجيب الورقة من بعيد وقربها له وقل له قول لي أول ما تزغلل. البول يعني بلزق الورقة في وشه. وابتدي أبعد الورقة بالتدريج وقل له قول لي أول ما تشوف الكتابة بوضوح. على بعد قد إيه. يبقى أنا حددت المسافة. ومن المسافة دي جبت الأكوموديشن باور بتاع العيان. وأكملها لغاية خمسة. طبعا أنت بالنسبة لتست الإراية. بتست بصايز قد إيه على حسب الفيشن بتاع العيان. يعني العيان البست كوريكت بتاعته ستة ستة المفروضة بتيدي من كلام صغير. لو العيان أساسا عنده سبب لأن البست كوريكت بتاعه مش ستة ستة كاتراكت عنده ماكيلور ليجان عنده. الكلام ده يبقى بابتدي الترايل بالكلام الكبير. هو كده مش هيشوفه صغير. يبقى العيان لو شاف على بعد عشرين سنتي يبقى عنده أكوموديشن أمبليتيوت خمسة ده مش محتاج نظار. اللي شاف عن تاتين سنتي يبقى محتاج أكمله الخمسة يبقى محتاج اتنين مثلا وهكذا. طيب هل ممكن أزود على البلاس ثلاثة؟ قلنا ده موضوع اللوفيجن طبعا سبق أستاذتنا نتكلمه عليه موضوع اللوفيجن ممكن أزود. لأن في عينين بيقبلوا وبينبسط بيزودوا الماجنيفيكيشن وبيشوف بي عينين ماكيلوريسكار وعين كذا. الحاجة التانية هل الأكوموديشن بيختلف ما بين العينين؟ احنا قلنا صعب قوي تكتب نير آد مختلف ما بين العينين. الأكوموديشن ريفليكس إزا بيلاترا ريفليكس إيكوال على عينين الاثنين. وما بيختلفش إلا في وجود باسولوجي يعني عين فيها باسولوجي. باسولوجي اللي هو تروماتيك مثلا مدريزيز تروماتيك فيبروزز بوستيوفييتس فيبروزز للسيلياري ماصل سودوفيكيا كلام ده. وفي الحالة دي وارد ان انت تكتب نير آد مختلف ما بين العين للعين التاني. طيب هل اكتب العين عيان نضارة مالتي فوكل أو باي فوكل؟ طبعا العيان لازم يطلبها مش حداكة لتعرضها عليه لان مش كلهم هيرتحوا عليه. الحاجة التانية انه لازم يكون typical patient. عيان مقاسو صغير ما فيهوش استجماتيزم ما فيهوش انيزومتروبيا ما يكونش فيه فينت كاتراكت. يعني احنا ممكن نعمل نضارة بعيان كاتراكت عادي وعمله نضارة بس لو هيعمل مالتي فوكل اقول له اعمل الكاتراكت الاول. ماشي ما يكونش فيه سكوينت ما يكونش مقاسو يعني عيان typical عشان يكمل ويقدر يستحمل هذه النضارة. طيب في نضارة ساعدتوها النضارات بيعملوها بيسموها office بتكون بتحتوي على intermediate and near vision. ليه بقى؟ لان هو النضارة المالتي فوكل اللي هي range بتاعها من الفار للنير ما بتريحش عينين كتير خصوصا اللي بيسوق عربية. هو عايز في السواقة عايز far vision كويس ومتدايق من ان هو يبص تحت وفوق فممكن بيلبس نضارة الفار السواقة ويلبس في المكتب نضارة intermediate and near vision. مالتي فوكل الانترميدية and near vision بتوريله بس متر المترين حوالي بتوع المكتب يقدر يمشي بيها لكن لما يجي يسوق أو يمشي في الشارع يلبس نضارة الفار بتبقى مريحة له أكثر. طيب الانترميدية vision ده برضو لازم نفتكره في العيانين اللي ما عندهمش اكموديشن خالص اللي هم عيانين السودوفيكيا أو اللي سنهم سبعين سنة أو خلافه. والعيان ده أساساً مش محتاج الفول كوريكشن للفار لأنه هو الفيلد بتاعه هو القوضة فأنت لو عملت له كوريكشن للفار وكوريكشن للنير أنت أفقدته المين فونكشن بتاعته اللي هي الانترميدية vision وبالتالي العيان ده لازم تعمله الترايل بتاعت الفار بتاعته على النير اللي هو زي ما قلنا تعمل الترايل على القوضة إن انت تزود بلاس نص أو بلاس خمسة سبعين على النير فيجن بحيث إن هو يبقى شايب بيها مايوبك شوية يبقى شايب مايوبك شوية بحيث إن هو يشوف الفيلد بتاعه. لأ إن انت لو عملت له فول كوريكشن وهو أساساً ما عندهش اكموديشن خالص الانترميدية فيجن مش هيرف يوصل. طيب هل إحنا ممكن نكتب بريزم في النظارة؟ يعني ده مش كومن برضو بس إحنا ممكن نكتب بريزم في النظارة. إحنا قولنا قبل كده إن إحنا ممكن بنعمل بتغيير الـ IPD نعمل decentration ونضيف بريزم صغير في النظارة في حالات الconvergence insufficiency. لكن أنا ممكن أعمل بريزم في النظارة في حالات إيه؟ إم تنضيف بريزم بالنظارة؟ كيف هي الإكسارسايزنج بريزم؟ الإكسارسايزنج بريزم؟ هي الإكسارسايزنج بريزم دي مش 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 كومن يعني أو مش هو اللي بيتعمل هو ريليفينج. العيان يشوف يرتاح. تمام ممكن نعمل ريليفينج بريزم. هو المتاح اللي أنا سألت عن بتوع النظارات هو عشرة ديوبتر. ماكزيم أنه يحط لك عشرة بريزم ديوبتر في كل عدسة. ما عندهمش أكتر من كده. تمام؟ المفروض إن أنا أعمل باتشينج. نص ساعة علشان أشوف الديفيشن الماكزيمم بتاعه قد إيه؟ أبغطي عين واحدة. بعدين برفع الكفرة عشان أشوف الديفيشن الماكزيمم قد إيه؟ وابتدي أعمل تراية للبريزم. وأخلي العيان يجربوا في الكلينك. طبعا لازم لازم صندوق نظارات. مش بالفروبتر. وطبعا يفضل حتى لو الاسكوينت في عين واحدة إن أنا أحط له البرزم في النظارتين. في العدستين. أقسم البرزم باور على العدستين. أنت بتكتب مثلا فيها مثلا في كل المقاس عادي. وبتكتب أدد مثلا خمسة بريزم ديوبتر بيز إن في العين دي. ودي مثلا خمسة بريزم ديوبتر بيز إن في العين دي. أو بيز أوت. ماشي على حسب اتجاه الديفيشن. طب إيه الحالات الكومن اللي ممكن تقابلنا أحتاج فيها بريزم في النظارة. أنا هتكلم. أنا مش تخصصي سكوينت. ولا ليه دعو بالسكوينت. لكن هتكلم عن حالات السيمبل يعني. يعني مثلا حالات البوست تروماتيك. حالات البوست تروماتيك اللي هو عنده الليميتيشن في اتجاه. الليميتيشن ده مثلا أو ريستريكشن لمصل أو خلافه. المهم الشخص ده شايف كويس. بس هو عنده أنجل أو في سكوينت في وضع أونلوكينج فورورد. أنت الهدف هنا أن أنت تصلح الدبلوبيا في الستريتا هيد وهو بصص قدامه. طيب. في الموضوع هنا بيبقى سو سيمبل إن هو العيان بيبقى جايلك بدبلوبيا أصلا. فأنت بتحط له المقاسات البريزم وبتوها تجرب البريزم لغاية ما توصل للدبلوبيا ريليفت وبتكتبها له. خلاص. طيب. فيه حالات تانية زي الديكمبنسيتد ليتنت إكزوتروبيا. الديكمبنسيتد ليتنت إكزوتروبيا دي المفروض الأول إن هو يبقى انفستجيتد من ناحية النيورولوجي. يعني هو عيان جايلك بأكوايرد سكوينت والسكوينت ده إجزو وجايلك بدبلوبيا المفروض إن انت تكسيكلود الأول إن هو نيولوجي كالليجن. خلاص. لو ما فيش نيولوجي كالليجن وغالبا بيبقى العيان ده شابه وعنده سوق تغذية مثلا أو خلافه هو أصلا كان عنده ليتنت إكستي لو انت كنت متابع الهيستوري بتاعه أو كده. وحصلوا ديكم مصيشن بسبب مال نيوتريشن بسبب سوق تغذية بسبب أي سترس يتعرض له بس تكسيكلود الأول إن هو نيولوجي كالليجن. هتحط له بريزب في النظار. خلاص يعني يعني ما فيش حاجة أنت هتعمل له المقاس عادي لكل للعنين عادي خالص. وبعدين تبتدي تعمل بتشينج لغاية ما تشوف درجة الإكزوتروبيا قد إيه وتبتدي تحط له بريزب وتقسمه على العنين. طيب هل الريتونوسكوبي ممكن نستخدمه في الأطفال؟ أو في الأدلت؟ لما يكون الأوتوريف مش أكريت في بعض الأدلت بيبقى عندهم صدوفيكيا على بي سي أو ومش متعاونين، والكورنيا مش 100% كلير والأوتوريف مش ماشي معاك؟ في الأكستريم أرور اللي هو الأوتوريف ما بيطلعش، ودي حالات ندرة بس في الحالات دي انت ممكن نستخدم الأوتوريف برضو بس بنحط عدسة قدام الأوتوريف. يعني العيان مديك أوفر سفير مثلا، فبنحط عدسة مينس عشرة وناخد أوتوريف عليها وصدها ونشوفها طالعا مينس كام ويدينا جايد يعني. أو الأوفر رفراكشن يعني أنا ممكن أشوف النظار اللي هو لابسها بأننا نعمل ترايل عليها بالريتونوسكوب. طيب الريتونوسكوب هو استخدامه الأساسي في الأطفال. أنا دلوقتي لما أجي أفحص طفل جايلي في العيادة، طفل صغير مثلا كومبيلينج من اسكوينت من أي حاجة والمفروض أن أنا أفحصه وممكن أنا ببص عليه أنتيرو سيجمينت عادي ممكن أشوف الاسكوينت عادي ومامتو شايله. ممكن أوسعه، أبص على الفندس عادي بتكتيفة، طب هاخد له رفراكشن إزاي؟ عشان أعمل نظارة المفروض أن أنا نيمه علشان أستخدم المساطر وأعمل أكيرويت ريتونوسكوبي. لكن أنا لو أنا مش عايزة أعمل نظارة أنا أشوف هو بس كويس ولا فيه إيرور يستدعي أن أنا نيمه. أنا عايزة أفحصه في العيادة وقول لها ده almost normal وخلاص مش محتاج examination under general anesthesia. يبقى أنا ممكن أخد فكرة بالريتونوسكوب. طبعاً الطفل مش هيسيبك تحط قدام عينيه لمساطر ولا عدسات علشان تجرب. هو هيروح شيطها على طول. هو أنت عايز تبص بالريتونوسكوب تاخد آي دي. الطفل ده myopic, hybrobic, high error ولا مش high error. العينين زي بعض ولا فيه أنايزومتروبيا محتاج أن نيمه ولا مش محتاج. فأنا ممكن هستخدم الريتونوسكوب alone من غير معمل neutralization عشان أخد آي دي. طيب هستخدمه إزاي؟ الريتونوسكوب عندي له ثلاثة أوضاع. إما أن أنا بحط النوب just blue the middle بحيث أنه يطلع لي barrier raise زي في النص كده. أو بنزلها لتحت يطلع لي divergent raise أو بعليها الآخر يطلع لي convergent raise. طيب العين برضو له ثلاثة أوضاع. إما أنه هو normal vision يعني الbarrier raise بتبقى فوكسد على الريتنا. أو أنه هو myopic يعني عنده far point قدامه. دي بتبقى فوكسد على الريتنا. أو أنه هو hybrobic يعني عنده far point وراء عينه. دي المفروضة اللي هي تبقى فوكسد على الريتنا. طيب. فكرة الريتناسكوبي وزاوت neutralization إيه إن أنا لما بقى فوكسد على الريتناسكوب على الفار بوينت بتاع عين العيان. المفروض إن اللايت بتاع الريتناسكوب يبقى فوكسد على الريتنا. ما هي الفار بوينت دي هي النقطة اللي كوانسدنت مع الريتنا. فأنا لو سبتت الضوء من الفار بوينت هيبقى فوكسد على الريتنا وبالتالي هشوف sharp streak على عين العيان. أنا هنا مش الهدف إن أنا أشوف diffuse illuminated pupil زي في neutralization. لأ أنا عايزة أشوف إيه البوينت اللي أنا أقدر أوصل بيها sharp streak من اللايت على الريتنا بتاع العيان. لو أنا وقفت في البوينت دي يبقى أنا كده في الفار بوينت بتاع العيان ده. طيب يعني سيمبي خالص أنا ببتدي إزاي أنا بجيب الريتناسكوب midway بحيث إن هو يبقى مطلع almost barrel raise. وأضرب في عين الطفل من بعيد وهو بعيد عني كده. المفروض إن هو لو الريتناسكوب midway مطلع barrel raise والطفل طبعا متوسع لازم يكون fully dilated عشان الaccommodation. والطفل ده متوسع والطفل ده نير M-trop. المفروض إن أنا أشوف تقريبا sharp streak بتاع الريتناسكوب على الريتنا بتاع العينين. يبقى الطفل ده almost M-trop وتقريبا العينين زي بعيد. تمام؟ يبقى ده أول حاجة. اللي هي في حالة إيه الطفل M-trop. أنا مطلع برر الريز والطفل متوسع وأنا ببص عليه من بعيد هلاقي sharp streak من اللايت جوه عين الطفل. يبقى الطفل ده almost M-trop. يبقى أنا أقدر أتأكد إن هو nearly M-trop وإن العينين قريبين من بعض. طيب إفرد أنا بصيت كده ولقيت اللايت مش focused. هيزي على الريتنا. يبقى الطفل ده not M-trop. طيب أنا عايز أدور بقى هل الطفل ده ميوب هيبروب وضع إيه بالزبط. هروح رافع الريتنا لفوق بحيث أن الريتنا يبقى focused. أنا دلوقتي searching على إيه؟ searching على far point. أنا عايز أفوكس على far point. فأنا هنزل هتطلع الريتنا لفوق وهقرب من الطفل على قد ما يسمح لي أقرب حاجة. لو أنا قريب قوي من الطفل تمام وشفت الاستريك والاستريك على أعلى حاجة. وبقى focused في عين العين يبقى الطفل ده is high probic. high probic بقدي إيه؟ high probic بالدرجة اللي هو الريتناسكوب بيفوكس عليها. أغلب الريتناسكوب لو أنت رفعت الاستريك لأعلى حاجة هتلاقيه focused على بعد تقريبا 25 سنتي. يعني تقريبا الـ divergence بتاع الريس دي plus 4. فلو أنا جان بعين العيان وأنا رفعته على الآخر. وبصيت في عين العيان لقيته focused على الريتنا يبقى الطفل ده high probic plus 4. طب افرد هو high probic أكتر من كده. high probic أكتر من كده معناه إيه؟ معناه أن الجلوب قصير والفار بوينت أقرب مني. وبالتالي إيه؟ هشوف الصورة هيزي وكل ما أرجع لورا. أبتدي أبعد عن الطفل هلاقي الصورة بتجيت focused. تمام؟ till what؟ يعني هتنيني أرجع لورا أرجع لورا أرجع لورا أرجع لورا. ولاقي الصورة بتجيت focused لغاية ما أفاجئ أن أنا الفوكس هنا وصلت للآيرس. أنا اللايت بتاعي اللي هو فوكس على بوضع 25 سنتي بتاع الستيج دلوقتي بقى على الآيرس. ما فيش هيبروب للدرجة دي. الآيرس لازق في الريتنا. يبقى أنا خلاص أنا كده تخطيت الهايبروبية. ماشي؟ هكمل رجوع لورا. أنا خلاص كده داخل في المايوبيا بقى المفروض الفار بوينت قدام الطفل. الفار بوينت بتاعته قدامه. يبقى أنا هبتدي أرجع لورا لغاية ما أشوف الفار بوينت دي. أو الفوكس هتظهر إمتى؟ أهو. أنا هتنيني أجو باك. أجو باك لغاية ما أصل للفار بوينت. يبقى أنا كده الهايبروبية دي أكتر من أربعة. كل ما بقى ما بقى بعد عن الطفل. والصورة فوكس دي بقى أنا هايبروبية كده تخطيت البلاسة أربعة. لغاية ما أوصل شايفين الصورة الصغيرة اللي تحت دي. دي صورة سيوريتيكال دي ما فيش حد عمرك ما هتوصلها. لهي اللايت هيبقى فوكس ده على الآيرس وفوكس ده على الريتنا في نفس الوقت. وده مستحيل. يعني هايبروبية لدرجة أن الريتنا لازق في الآيرس ده مستحيل. قدام. هرجع كمان الفاربوينت دي قدام عين الطفل. الطفل ده مايوبك. كل ما بقى الطفل بقى كل ما كان هايمايوبية كل ما كانت الفاربوينت دي قريبة. وبالتالي ايه هرجع مسافة صغيرة هلاقيها. يبقى أنا هقدر أجايد هل هو هايمايوبك ولا لا بالمسافة اللي هرجعها بقى من الآيرس. يعني أنا دلوقتي فوكس ده على الآيرس. رجعت خمسة سنتي. لقيت اللايت بقى فوكس ده عريتنا. يبقى العيان ده الفار بوينت قدامه 5 سنتي يعني العيان ده مينس 20 رجعت 10 سنتي يبقى ندلوقتي الفار بوينت قدامه 10 سنتي يبقى عنده مينس 10 وهكذا وهتنيني أرجع لغاية موصل للفار بوينت بتاع العيان اللي هي المنظر ده اللي هو إيه أنا رجعت قد إيه من الآيرس يبقى الفار بوينت قد إيه يبقى دي درجة الميوبيا طبعا يعني هتقول لي مثلا لو ميوب مينس 1 مايوب مينس واحد معناها إيه؟ معناها أن أنت رجعت من الإيرس متر عشان تشوف اللايت فوكست المايوب مينس واحد ده أساساً أنت مجرد ما تعمل الستريك بررل في الأول إحنا بناخد جايد بناخد آي دي مجرد ما تعمل الستريك بررل من الأول هتلاقي نير فوكست أساساً فأنت مش محتاج إنك إيه في العقام الصغيرة دي تدور عليه خلاص يبقى أنا مايوب هبتدي إيه أتحرك لورا الورا لغاية ما لاقي الستريك بقى من الإيرس وأنا عمل أرجع بقت الفوكست على الرتنا يبقى أنا في الحالة دي وصلت للفار بوينت بتاعت العين يبقى أنا بابتدي أهو برل الريز الأول بضربها في عين الطفل المتوسع لقيتها نير فوكست يبقى خلاص الطفل ده نير إمتروب ما توجعش دماغي ما لقيتهاش فوكست بعيدة هقرب من الطفل وارفع الستريك لفوق خالص بحيث أنه يبقى إيه فوكست اللي هو فوكست دي أنت تقدر تعرف الفوكست دي تساوي إيه في الرتناسكوب اللي معاك غالباً بتبقى بلاس أربعة بيبقى فوكست على بوضع 25 سنتين لو أنا جان بالطفل يبقى الطفل ده بلاس أربعة لو ما جابش فوكست على الرتنا وأنا جان بالطفل هبتدي أرجع لورا وكل ما أرجع الهايبروبيا بتاعله لغاية ما لقي الفوكست ما بين الرتنا وقريبة من الآيرس يبقى ده فيري هاي هيبروب طبعاً أنا لو هعمله نظارة مش هعمل بداه هنيمه واجيب المساطر وعمل طيب أنا الفكرة في ده إيه إن أنا أقدر رفحة صفلي في العيادة من غير ما نايمه جنرال وأقدر أقول إن هو نورمال أو نوت لو نوت هنيمه جنرال طيب لغاية وصلت للآيرس الفوكست على الآيرس وأنا ما جبتش أي فوكست على الرتنا هبتدي أرجع وراه يبقى العين ده ميوب لغاية ما أوصل لدرجة الميوبية بتاعته أنا في الحكاية دي أقدر أوصل لعين ده هل هو امتروب ولا لارج امتروبيا ولا فيه أنايز امتروبيا وبتالي أقدر أفحصه في الكليينيك من غير ما نايمه جنرال طيب ممكن أعمل ازاي 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 بأن أنا دلوقتي لو وصلت بالطريقة دي إنه عنده مثلا مايوب ماينس عشر يعني الفارب بوينت بتاعته عشر سنتي عايزة أكونفيرم الكلام ده أقف على بعد عشرة سنتي من العين اللي هي في الفاربوينت واضرب اللايت أيا كان اللايت هتلاقي اللايت ده فول بيوبل خلاص إن انت وصلت لدي النقطة اللي هي إيه في الريتونسكوب التاني اللي هي النال بوينت لو أنا الصورس أوف لايت اللي هو الريتونسكوب نفسه واقف عند الفاربوينت هلاقي البيوبل فول إلومينات شكرا جزيلا لو حد عندي أي سؤال يتفضل دكتور رحمد يعني بالنسبة لنظرة القرية مجملا كده هزبط له الفاربوينت وعلى أساس الفاربوينت ده أحدد له حجم الخط اللي هيبص فيه في النير وأزبطه بقى يعني أشوف المسافة بتاعته بتاعه أسيب له تلت أسيب له تلتين أو بحيث أنه وصل لبلاس خمسة يعني تمام كده؟ تمام تمام بس ده بالنسبة للأقدر ترعي بالنسبة لأني هل تزعته الريتونسكوب دي برضو إيه؟ كويس يعني أعملها الصراحة بعمل اللي هو طب هل مثلا لو هو عيام مش متعاون هل ممكن أحاول أعرف اللي هو ويز أو أجينست أه حسن مثلا الويدس بتاع الاستريك هل أقدر أعرف هل هو مثلا هايبرو لا مدة دلوقتي لو جبت ويز أو أجينست المفروض بعد كده تضيف عدسات لو ويز أدد بلاس لو أجينست أدد ماينس الطفل مش هيسيبك تحط قدام عينه عدسات مش هتلحق هيتضير وهيدرب العدسة وهيدرب المصدر فمش هيديك فرصة أساسا تحط عدسة تمام؟ فانت لو هتعمل مع أسنى الضارة هتنائمه جنرال تمام؟ إنما انت دلوقتي عايز تاخد ايديا في الكلينيك هو جاي يفحص عايز تقول ده محتاج أساسا نائمه جنرال ولا هو كويس وخلاص تمام؟ بالنسبة لي كده ما ما عنديش أسئلة أخرى يعني لو في حد عند أسئلة يتفضل طبعا عليكم بكتور محمد كزاك الله خير على الكاتب الطيبة دي في آآ طبعا يعني في الفانة التكة بتاعت الوركينج ديستانس دي هي فعلا فيها التكة الكبيرة آآ في الريدينج آآ جلاسز يعني عشان آآ الفكرة كلها ان احنا بقينا آآ من مشكلة الكمبيوتر دلوقتي يعني كل واحد يقول لك أنا أقعد على جهاز الكمبيوتر فما بتلبس نظارة الإراية مش شايف الكمبيوتر هل دي حتى أنصح بقى بالانترميدن ولا المالتي فوكل بقى لأن طبعا يقول لك أنا بقى أقرى كويس تمام أجي بص على شاشة الكمبيوتر مش شايف أيوما ده ده معناه أنه هو يبقى هو كوريكتب بزيادة لو احنا عملينه عملينه الريدينج على آآ تلاتين سنتين هل تقشط الكمبيوتر بتبقى أكتر من التلاتين يعني بتبقى غالبا على آخر الدسك أو على آخر المكتب تمام بتبقى أكتر من تلاتين يعني دي المشكلة اللي بيبدأ بلاحظها يعني فهو طبعا بيقرأ أو بيكتب أو بيبص على الكيبورد بالنسبة للأمور ماشية ييجي بص بقى على الشاشة تبدأ الدمور تزغل أيوما احنا بقى معنا نقطتين النقطة الأولية أنه أنت لازم في النير جلاسس تسأل العيان هيعمل بها ايه وتسأله عن وظفته أو هو هيشتغل بها ايه التارزي اللي هيشتغل تارزي غير اللي هيشتغل على كمبيوتر الحاجة التانية أنه هو دلوقتي أنا لو أنا العيان اللي هو أنا بزبطه على تلاتين سنتي ده اللي هو أساسا على تلاتين سنتي ابتدى يزغل تمام أنا هلبسه نظارة بلاس تو بس تمام بلاس تو ده يعني الفوكس بتاعتها على بعض خمسين سنتي فهو كان سي كمبيوتر بيها يعني هو هيقدر يشوف بها كمبيوتر وكل حاجة وكده كده أنه بعد ما تديه نظارة القرية وهو الورقة في إيده مثلا بتخليه يقرأ يبعد ويقرب وتقوله بيتزغل الفين على القرية وبتزغل الفين على بعيد تمام بحيث أنه هو يتأكد أن الرينج بتاعه كله هو شايفه بوضوح لو بعد الحاجة أو قربها هي المشكلة بتحصل لما يحصل انها هيك لو ابتديت بماءة زيادة العيان هيبص هيلاقي الصورة كبيرة واضحة وهيقولك كده حلوة قوي ممتاز تمام وشايف كويس لما تيجي بقى يلبسها في النظارة هتلاقي إنه هو بقى شايف مسافة قصيرة جدا ولو بعد عنها راح تمام ولذلك أنا لازم أقيس الأكموديشن أمبلتيود بتاع العيان وأحدد الجوب بتاعته قبل ما أضف له نظارة القرية وحاجة تانية أنا أحترم الأكموديشن بتاعه يعني العيان اللي عايش بأكموديشن وعمل أكموديشن طول حياته هو ما تفكهلوش يعني يسيبه بالأكموديشن بتاعه لأنه صعب أنه يفكه اللي هو حتقولت لو هو زائد واحد ونصر أو زائد اثنين ما لبس نظارة ومش عاوز نظارة للبعيد فده هلبسه البعيد يقربيا زي ما أنا خدت بالي يعني من المحاض صح كده؟ بالزبط كده العيان ده أنت لو قعدت معايا وخدت معايا وقت وقعدت تعمله فوجينج وريلاكسنج الأكموديشن تعمل فوجينج العين وتعلي في الهايبروبيا ممكن يقل معاك لتلاتة واربعة لكن طبعا لو لبسته نظارة زي دي مش هيمشي مش هيصبت خالص هو عايش حياته عامل الأكموديشن ده وهو متعود على كده انت بتدي له الحبة اللي نقصينه بس كمين شكرا دكتور محمد بناك كمينج شكرا طب حاكم معلش السؤال تاني في البروجريس المالتي فوكال ايه بالتالي في حاجة في التصميم بتفرق من حاجة لحاجة يعني انا شخصيا عملت المالتي فوكال دي ورميتها يعني ما رايحتنيش خالص عكس ناس تالية عاملاها ومبسوطها هي بصها هيك يا المالتي فوكال فيها انواع كتير عند بتوع النظارات يعني ومختلفة جدا في الأسعار يعني فيه فارييشن كبير او في الأسعار فيه حاجات عالية وحاجات قليلة الفكرة بقى كمان ان لازم بتاع النظارات اللي يعمل مالتي فوكال ده لازم يقعد مع العيان يعني لازم ان هو يلبسه الشامبر اللي هيختاره ويحدد السنتر بتاع البيوبل في الفار فين والسنتر بيبقى في النير فين وياخد المقاسات دي ويعمل عليها المالتي فوكال انه بعض محلات النظارات بياخد المقاس من العيان والفلوس عادي كده وخلاص ويعمله نظارة مالتي فوكال فده طبعا عمره ما هيرتاح اللي يعمل نظارة مالتي فوكال لازم يعملها اكسبانسف في مكان كويس اللي هو فيه اماكن فيه اماكن بيبقى فيهم بتوع بصرياته تمام بحيث ان هو يحدد السنتر على الشامبر وارتفاع السنتر من هنا وارتفاعه في النير كذا وبيسجل المقاسات دي وبيعمل علي اساسه انما عمل النظارة كده وخلاص مش هيرتاح وعلشان النظارة دي لازم تبقى اكسبانسف لازم العيان ده يكون تبكال يعني لازم يكون اديوكيتد ولازم يكون ما عندوش اي مشاكل تمام تماما وانا بس قدامي صراحة تجربتين يعني كلام الحاجة بتقوله ده طبعا كلام ده صح يعني اللي بيقوله زي ما بيقوله الايديال يعني بس اعتقد تطبيقه مش موجود على عرض الواقع انا اعتقد ذلك يعني لا في محلات نظارة انا بكاء في هنا في طنطا انا من طنطا في هنا في طنطا في اماكن انا عارفها بيعودوا مع العيان يعني بيدخل العيان بيلبسوا الشامبر اللي بيختاره وبيعود ياخد المقاسات الاي بي دي هو بيعيدها تاني وبياخد الارتفاع من السنتر في النير وفي الفارو بيعود معاه وبيسجل الكلام ده كله انا شفته في اماكن تانية لا بياخد المقاس والفلوس وسلام عليكم فده لا يصلح للمالتي فوكل ما ينفعش يتعامل عنده مالتي فوكل فاك ممكن تعدي صح? هو نصيبه بقى السلاق ما ينفعش له اصلا يعني ازاي يعني يعملون مالتي فوكل كده على الهوى عندي دكتورين هنا جاء عاملوا مالتي فوكل على علي اكس بريس وجايبينهم مبسوطين طيب ماشي طلبوا منهم ايه داتا اللي طلبواها منهم اه والله انا انا مش هكذب عليك انا بعد ما نكشت معهم التجربة انا طلبت واحدة من يومين ومستني توصل اه بقولك انا بقولك الفيدباك لكن انا عملتها بقولك رميتها في الدورب وبعد كده في دكتور تخدير مبسوط منها ورح يعني ايه نقل التجربة لدكتور تخدير تاني فقال لي اعمل لي بعيس بقى عشان ايه هطلبها من على اونلاين من علي اكس بريس قلت بتبص انت تعملها واجرب فيك الاول لو التجربة نجحك انا هطلبها فطلبها وجاي ومبسوط فام يوم الخميس طلبت انا واحدة انا كمان قلت ما شوف بقى الموضوع اه والله انا مع معرفش برضو يعني هي انا كنت قلت معاهاته بتاعنا الدرات هو وراني انواع كتير وانا مش فاهمها قوي بس هي دراجات دراجات وفي فرق في الاسعار كبير ما بين الانواع اتكى في التصنيع يعني اتكى التصنيع زي ما حالك قلت كده تمام رب ننفع بيك دكتور تمام شكرا جزيلا تمام شكرا جزيلا اشتركوا في القناة